موسيقى السلام عليكم موسيقى 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 السلام علي بشمهندسة امنية لو انا اذكر تقريبا. وضحنا النقطة دي ويمكن حتى بعدت في قلت ممكن نرجع المحاضرة فاتت لها فيها الشرح بتاعها. النقطة الاولية برضو بتاعة البيوت النور. هي دي ما لهاش دعوة بان انت جابه بقى جروب او مش جروب من الكاد. احنا عادلات ابن الكانن في ماكسما ان نجع بالكاد. اوكي? دي قلنا زي ما اوضحت قبل كده قلت فيها طرقتين. اول طريقة ان انا ممكن اعمله. او اعتقد احنا اتبعنا الطريقة دي في الشغل بتاعنا. او ان انت تعملهم من الاتاتة بولبولي. هيبتدي ايه? يطلع معك مزبوط. اتمنى كل ان تطمضل واضحه. اه وما فيش فيهم مشاكل تاني. في هنا بشمهندسة او بشمهندس مش بكر بالزبط. يعني اسم مش واضح طبعا قدامي. اه بعت ملف اه ماكس. تمام? قال في ملف اهو في حاجة. اه حاضر. هبص عليه دلوقتي اشوف الملف ده ايه او ايه مشكلته. هنا طبعا كنا نفتحين ملف بتاعنا. هنا اعمل كده معلش كده ايه اه اوبن لملف الجديد مع دستوب كده الملف للبعث. مع راشة طبعا بتعميل لان الاسم طبعا مش واضح عندي في الواتساب. تمام. ماشي. اه هنا الاصدار احدث. اه طيب. الفايل دي ما بقيت يا جماعة تقريبا ماكس عشرين عشرين انا عندي سبعتاشر. اه بشمهندسة او بشمهندسة. طبعا الاسم مش واضح زي ما قلت. اه اللي بعت ملف الميكس ده. يريت يبعد وواي بى intentions by 2017 عشان اعرف استعمال عليه. سمائي بشمهندسين. اوكي. انا مش عارف بشمهندسة بقى صاحب الفايل او لبشمهندسة مش عارف. ان هو لسه مجدليش رد. لكن على مهم ياريت لو اعمل الفايل اللي هو فايل ماكس المبعوط ده يتبعت باصدار اقل. عشان اعرف استعمالي. طيب. اه في حد لايه اي استفسار تاني اي اي عليق تاني في اي نقطة. طيب احنا اخر مرة واقفنا عند اه يمكن عملت لكم فاكرين وبعتناه اعتقد الصور عندي اهيه عملنا كامريندر عملنا طبعا انا عدلت شوية مش عدلت كتير انا زودت بس بتاع الصورة اعتقد ده كان الشكل بتاع جزئية الصالون. تمام? ده كان الجزء اللي احنا عملناه اوكي? وفي جزء التاني اللي هو بتاع احنا ده نتعة اجزئة طبعا بتاع الروكنا. اهو ده كان بتاعه. ماشي نفس القصة بتاعتين احنا قلناها. كان ناقص عندنا بس بيوت النور اللي فوق صح? تمام? وبعد ان نحط بقى الخيمات بتاعيت ناو تدير ايه? نحط ريندر نهائي. في حاجة تانية احنا كنا قلنا لعينها ونسينا ولا حاجة? لو حد فاكر يفكرني لو احنا في حاجة احنا نسينا او كنا قلنا عليها. انا برضا هو ده نفس الصورة تعتلوكنا تاني. في صورة للصفرة فين بقى? اعتقد هي دي. اه دي صورة للصفرة تركيزة على الصفرة اللي واحدها. خلاص? فدي اه كان برضو فضل بقى عندنا ايه بيوت النور بتاعيتنا اللي احنا عزين نعملها كان في حد تتكلم عليه. تمام? طيب تعالوا كنا نده كده نقول بسم الله رحمه 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 عزيني نشتغل على بيوت النور. بيوت النور فين? متعلقة عندي بالجيبسون بورد اللي فانا مش عايز غير الجيبسون بورد بس. خلاص? الواحده. في حد بعتلي اه حاجة. اعتقد الفايل اتبعت. تمام? ماشي هنزله كده بسرعة. نشوف المشكلة في الفايل اللي احنا بين الكلام عليه. ده انا مانت هنا ازبعتلي الجوزء بتاعي انا. عطي انا عالدسكتوب اوكي ماشي. فايل ماكس دوت ماكس. تمام. طيب انا هقفل بس هفتح مالش ايه اه 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 مش هحفظ حاجة بص على الفايل اللي اتبعتلي دلوقتي اللي هو فايل او الفايل ماكس ده. عمل اللي قبل. برضو نفس الاصدار يا بش مهندس او بش مهندسة او بش مهندسة. هنا. واعمل كده نيو قولوس. تمام. واعمل كده ايه اه 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 اتقد هو ده. كده. اقول له هنا هنا. اه هنا في مشكلة في الاصدار يعني هنا ده تعمل اه بش مهندس او بش مهندسة اللي بعته تقريبا عمله بس اصدار اعلى مني الدرجة واحدة يعني وعمله طريبا اثين وثمانتاشر. اوكي? هنتخدم عمله الفين سبعتاشر يليتنا ملقى الفين وسبعتاشر. يليتنا ملقى الفين وسبعتاشر. اوكي? هل سير الفين سبعتاشر اسف. طيب نرجع لشغلنا تاني. الفايل بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه. بسم الله. فين? كان هو النلف بتاعنا ده? ماشي. لما تقول انت بعد ملف عندي نتفتح الفايل بتاعنا شغلتين يشتغل عليه ان شاء الله. ناشي جميل كويس. طيب. طبعا هاي هنا الميسج اللي احنا شغلناها المخاطر فاي بتضحنا. ايه ايه اسبابها يعني اش طبعا الماتيريال بلغة مش معروفة بالنسبة له مبهمة. فهو ببقى شايفة بالنسبة له. او مفقودة او مش عارف اتعرف عليه. طيب جالي مستناد تاني. فايل ماكس واحدة. على الله يكون هو ده بقى يفتح. اوكي. طيب ابص عليه كده تاني بسرعة معلش. طبس ايه ايه الماكس بس عشان ما احصلش معنا مشكلة. شوف الماكس بس ايه فينو ايه? بنفتحه من اولو جيد. ماشي. اوكي. ده الفايل بتاعنا. طبعا انا ممكن افتح ماكس تاني. انا خلي ده كده زي ما هو. افتح ده على اصدار تاني خلص من ماكس. يعني نحتفظ بشغلنا احنا زي ما هو. والباقي خليه. نفتحه في برنامج جديد عشان نحافظ على الشغل بتاعنا. عشان نفتح ونفتح بقى اكتر من مرة. ماشي ده الفايل بتاعنا احنا. ماشي. جميل اوه. نفتح بقى كده من ماكس ده. فايل وان. ماشي. 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه هنفتح البرنامج التاني بشمهندس نفس الاصدار بشمهندس برضو في مشكلة في الملف الفايل المبقض في مشكلة هنفسه فده هنفي مشكلة كبيرة يعني حتى الاصدار اعلى بكتير تمام طيب نيجي هنا على الجزء بتاعنا ده كده الاسبي لاين ده اهو اللي هو الجزء ده وقوله ده بعمل لي بقى ايه ليه تا ديتاش افصله لي لو سمحت خلاص و هسميه ايه الليد مسلا عفوا عربي او الانجليش الليد وقولك اوكي خلاص يبقى انا كده فصلت اه الاخ ده لوحده هو كده الخط ده ولا انا بصيت كده من اي view تاني خلاص هتلاقي خط ايه لوحده منفصل يعني اجيت كده من اي جوز ايه من عندنا كده ايه لوحده منفصل كده تمام اهو بنفس الليفل بتاعه مش عايز انزله اطلع بيه كتير يعني هو برضو نفس الخطه وشاكينه ده بيه انك بس انه هنا ايه خط منفصل عنه تماما طيب انا ممكن الخط ده اكبره او صغره براحتي زي ما انا عايز اعتقد ان هو كده خمسة سنتي مش وحش عايز تخليه عشر سنتي برضو براحتك زي ما انت عايز خلاص لكن الخط ده انا هعمله اه sweep ماشي خلاص وخلي sweep وهنا من الناس اللي كان عندها مشكلة في sweep يا جماعة يركز معها في الخطوات دي لو سمحتوا تمام هعمل كده sweep على line بتاعي ده ماشي لان طبعا ما فيش خط هيبقى فيه اضاءة لازم الخط ده يكون واخد سمك على الاقل خلاص زي اللمبات فانا هجي كده اعمل له sweep اهو تمام خط ده اعمل له sweep ومن sweep هنا هتدي له سمك مسلا ولياكم مسلا هو المدور كده ده اريس 20 يعني وهو قولك ان القطر بتاعه حاجك طبعا حاجة ولا ايه لا اوي يعني 3 ملي ولا حاجة يعني حاجة صغيرة اوي اللي هو الخط ده كده شاهدو كده اهو وهنا هتلاقيه ظهر عندك في الجانب ده كده اهو تمام اللي هو خط الايه الاضاءة بتاعتنا معاي مش فانسينو لا اتمنى تكون الصوت واضح ومتابعيني في الخطوات تمام طيب فانا كده رحتم تديره سمك طبعا تديره 2 ملي 3 ملي اي سمك ايا ايا كان اللي انت عايزه براحتك واهم حاجة طبعا يكون عالي شوية خلاص في هنا كان صورة كده كانت نازلة لتوضيح الاضاءات دي يعني كان فيه صورة كده كنت ايه بحب اعرضها كده كرفرانس لوضع الليد في السقف اهو بالشكل ده كده الليد بتاعك تماما قدامك حاجة من ده ده تقسيم بتاع الجيبسون بورد نفسه لو حطيت الليد هنا في الجانب ده كده بيديلك مساحة اطول او مساحة او انشار للدوق اطول او ابعد من المعتاد انما لو حطيتها في الارضية هنا كده خلاص هتلاقي انشار ايه قليل لان هي انكسار على الحرفة دي خلاص بيبقى ايه قليل تمام تهمنا نقطة كده جماعة فانت عندك هنا دي ريفرانس ليك عشان وهنا بيوريك بص هنا انشار الدوق ازاي وهنا انتشار الدوق تحت ازاي خلاص اوكي هنا انشار هنا وهنا الانشار هنا بيوريك هنا ايه الفرق ما بين الاتنين فهنا الانشار انشار واسع وهنا انشار قليل طبعا زي ما انت عايز بتشتغل اه تبقى للايه للايه ايه الديزاين اللي انت حطه في المغاكين طيب هاخد بقى وده كده قفل بقى الجيبسون بورد مجرور دي اقول لك في الهولي تاني وعايز بقى ايه اظهر الجروب كله فين الجي بي فين الجي بي هنا كان فين جي بي اهو اظهر بقى الحاجة بتاعته كلها لو بتدى اشوف وضع الاضاءة بتاعتي ايه يعني الاضاءة دي هتبقى باينة ولا مش باينة ولا ايه ظروفها الاضاءة دي هتبقى ماشية معايا ازاي طيب فين السيلينج كمان عايز اشوف مع السيلينج عشان بس ما بتقعاش مدفونة واجه اعمل اتعب بعد التعب ده كله وحط الاضاءة واحد اقول ايه هو فين الشغل بتاعي او فين الجيبسون بورد بتاعي او فين الاضاءة بتاعتي بقى موضوع طبعا اه مجهد ومتعب بالنسبة لايه تمام لو عملت السيلينج ده اه دي السيلينج الفوق اوكي ماشي وناخد ده كده اللي هو الاضاءة دي اعتقد المفوت يكون بالاتنين كده تمام يعني الاضاءة تكون بين السيلينج وما بين ايه الجيبسون بورد في الجزئية دي كده في النص كده هنا ماشي طيب انت بقى حسب زي ما احنا قولنا بقى هتخليها الورا وترمي اضاءة بحب بانتشار اوسع ولا هتخليها تمام على الحافة دي بتاعتك انت بمزاجك يعني يبقى ايه تزبط انت براحتك خالص دي ما فياش مشاكل اه بالنسبة لنا طيب يبقى كده عندي اهو لو انت شايف من هنا كده تشوف الايه الليد هنا من فوق اهو كده شايفه تمام ممكن عمل كده هنا وتدي اقرب كده شوية على الليد بتاعي اهو هتلاقي فوق اهو تمام فوق اللي ايه السقف اهو واضح كده اتمنى كل الناس ايه اه واضح معها النقطة دي كده تمام طيب يبقى كده ده ايه الليد بتاعي او الاضاءة بتاعتك طبعا عندي مشكلة هنا بصراحة ممكن تعم لي عائقها مش الظريف ان انا عندي هنا المسافة بين السقف والكرونيش ااه مش مسبوطة فيه من حاجة? يعني ان هنا كده لو بزبط هنا المساح مفتوح يعني منها صح يعني بص بين السقف والكرونيش في مين حاجة? يعني او جيت كده من الجانب هنا كده بين السقف والكرونيش فيه جاب اهي فالجاب دي ممكن تأثر معايا في الاضاءة. يفضل اننا كنت اعمل اا قطاع اويقف الحتة هنا في الجزء ده كده تمام? طب القطاع ده هقفله ازاي? ممكن او مراجعك كده بسرعة. تمام? انا عمله كده سريعا. واجي على برضو نفس اللي انا عملته ده هقفل دي ودي. مش كلها بقى اعمل له كده. خلاص? وهاخد اه اه اقفل بقى ده وده. وهخلي بس دول. ماشي? واخد اي اه جزء من دول كده. اقول له بعد اذن حضرتك. ممكن اعمل معي حركة. اه بس دي هتبوزل الدنيا تماما فيه اللي انا بعمله ده. طيب حلو قوي. انا ممكن اخد الخط اللي برده كده. اللي هو الاس بي لاين ده. ده اعمله نفس اللي انا عملته قبل كده. اعمله اوت لاين مسلا سي على عشرين سنتي ولا حاجة. اه للداخل ايوة كده. ماشي. خلاص? اه ده ممكن نوسع برضو شوية. اه تبقى عشاء الاضاء برضو تبقى عشاء الحفة. او خليها مش مشكلة. ده عشرين سنتي. خلاص? وبعدين نعمل اه مسلا اوت لاين لها برضو على مسلا سي عشرة سنتي ولا حاجة. خلاص? حاجة زي كده. ماشي. وناخد الاتنين دول مع بعض اللي هو ده. اوكي? نعمل لهم اه نفصلهم. خلاص? ونعمل لك ده ايه مسلا ايه? اه نسميها ايه مسلا ايه? اه سكشن مسلا او اسي سي مسلا حاجة زي كده. ونطلعها برا. وبعدين نخرج من الامر بتاعنا ده. طيب ناخد ده لسكشن اللي احنا عملنا ده كده لاتنين. سكشنين دول. اوكي? ماشي? نجينا في بتاعنا. ونتحرك على اتنين دول. ونشوف الاتنين دول اللي هو اشتغلنا عليهم. وقلت له مسلا سيدي ليهم لوحدهم. تمام? عايز اعمل قطاع. فاهمين يا بعمل ايه? بعمل قطاع عشان النور يرد مبقاش مفتوح كده على بعضه. بعمل قطاع كده بافصل شوية. على سوبين عندي قطاع هنا هو كده. ماشي بتاعي. هي طلع مسلا بعشرة سنتي ولا حاجة ما عنديش مشكلة بس انا عايز اقفل بي فين آآ ما بين الجيبسون بورد وما بين السقف. يعني عايز اقفل ما بين الاتنين دول كده. ماشي? بحيس انا بعمل قطاع فاصل. بقى الاضاءة هي. وفوق السقف. وتحت الجيبسون بورد. يعني اعملت قطع ما بين الاتنين. فهمنا كده يا جماعة ولا ديني مش هاضحة? فهميني الكلام ده ولا ديني مش هاضحة? تمام? اوكي. ماشي. يبقى انا كده تقريبا آآ عدلت الجزئية بتاعت الليد بتاعتي. طيب الليد بتاعتي بعض ابتدى حطي اضاءة. الاخ ليد ده بقى كده. ماشي. اوكي? هاجي من هنا كده. وهطلع الاضاءة بتاعتي. وبعد ايس انا كان عايز اضاءة. واحطي لي مسلا بي راي. زي ما احنا متفين على شغلنا. واقول لك انا عايز. تمام? بي راي لايت. لكن. اه? بحاجة اسمها الايه? المش. خلاص? واحطها هنا في نصك. اهي. كده. ما عديش مشكلة. تمام? خلاص? ادي كده الاضاءة بتاعتي لايه? طبعا واحد يقول لي تبايا على الارض وتاقول لك لا اصبر بقى احنا واحدة واحدة بلا ايه? بيرتب الدنيا بتاعتي. عشان كان في حد كان سألني المحاضرة فاتت. قال الاضاءة وبيوت النور والكلام ده كل. طيب قدي الاضاءة بتاعت ايه? مشي. وعايز معها فقط الايه? الليد التاعي اللي هو ده. بس كده اخد ده مع ده كده. وممكن ايه اعزلهم الاتنين لوحدهم مع بعض كده ورايح دماغي. تمام? حلوة. تعال ابقى سيت. هقول له بعد اذن حضرتك كده تعالي لي هنا. الاضاءة المشي دي. اوكي? تمام? مش مهنسين نخد بالنا من من المايكات والكاميرا. تمام? طيب هناخد كده الجزء اللي تحت ده كده. ماشي. ونطلع هنا في الادادات بتاتو? بش مهنس محمد صد فاصل؟ سبعني كده بش مهنس محمد صد فاصل؟ بش مهنس محمد صد فاصل؟ بش مهنس. كده تمام. تمام؟ بش مهنس محمد صد فاصل. تمام؟ تمام. خلاص كده 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 سبعني كويس؟ سبعني كده كويس اجمعه؟ بش مهنس محمد صد فاصل. تمام اوكي. انا بس عملت ميوت كده اقول تمام؟ اوكي؟ كده السوط واضح؟ انا بس عملت ميوت عشان فيها ميايكات كتت مفتوحة فا. تمام اوكي ماشي. طيب في بش مهنس 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 بيقول الاعادة حاضر. اه احنا ويفنا عنديني نقطة او السوط قطع عنديني نقطة من الاول خالص؟ ياه. شانسة وبكر ماشي حاضر. نرجع من اول ما احنا احنا هحطيني المش عادي ولا في مشكلة؟ احنا لما هحطيني المش مش. كان في مشكلة فيها؟ من اول ما هحطيني المش. اوكي احنا هحطيني المش اهو تحت تمام؟ اوكي؟ في مشكلة كده فيه؟ عادي اهو اللي هو المش فوكي؟ في الارض ده اللي هو اذا عامل Jul Bucks دهة والكيوب الذي في الارض ده. ده كده. تمام كده؟ اوكي؟ طيب. الكيوب ده عايز اربطه لان هو الكيوب ده مصدر الاضاءة ده هو يعني الكيوب ده trait. تمام؟ بس انا عايز بي ري لاي تا مايبقاش الكيوب انا عايز يبقى هو ايه خلت ممكن اكبره شيوية بلاشل الحجم الصغ nuestras او ده كده ياه مثلاd point zero مثلا 5 او لا حاجة نكبره سنة ماشي? فالشكل اللي عامله ده كده او الاضاقة ده كده. عايز هو ده ليه بقى مضيق. مش الكيوب ده. الكيوب ده هو المضيق. لا انا مش عايز الكيوب ده. فهي واجه هنا عند المش لايت. وقول له لا تعال انا عايز اعمل يعني اعز اديك مجسم هو ليشاع دق. كمان? زي اللمبة كده انا هديك مجسم هو ليشاع دق. فقوله كده. وبتد اختار ايه الخط بتاعي اللي انا لسمته ليه هنا. اقول له كده خلاص. هيبقى هو ده مصدر ايه? الاضاقة بتاعي. مطلوب بقى ازبط شوات الاعداد بتاعتي اقول له مسلا شدة الاضاقة بتاعتي مسلا ما اقول لك هنا تبقى مسلا هنا بقى ممكن اخلي الاضاقة انا شايف ان الشطة عندي كله غالب عليه الورم او اللون اللي هو الاصفر يعني ده من انت انو خدت بالك بالشطات هنا كده. اللي غالب عليها الورم لايت تمام? الاضاقة الورم اللي هي الاصفر ده غالب كتير. الابيض هنا كويس. فانا عايز اللي فودة يبقى ابيض برضو. يعني هخلي البيوت النور يبقى ماشي مع اه الابليك باللون الابيض اوكي? تمام اعايز نفس الدرجة ممكن اجيب لك لون درجة الابيض ما عنديش مشكلة فيها خالص. طيب تعال بقى نشوف كده نحط الايه الاضاقة بتاعي تنقفل الماكس القديم ده خلاص مش عايزينه. عشان ما تقلش عن نفسينا ونفتحه. طيب فهاجي هنا خليه ابيض زي ما هو 6500 ما فيش مشاكل خلاص الدنيا عندي تمام ما فيش ادنى مشكلة في عندي هنا اه ماشي اوكي اه اه لا مش محتاج دابل مش هتفرق معي. يعني اعتقد كده مبدئيا الدنيا عندي الحمد لله هتليها مظبوطة بازن الله. طيب نفتح كده بقى لك ايه اه اه انا هايد اول ونتدي نشوف. ماشي? هنا اجيب كاميرا اي كاميرا من الكاميرات اللي عندي. تمام? دينينج مسلا ولا حاجة? اقول من اللون الاصفر ده اخد اللون الاصفر ده كده. اللي هو الخط ده. ماشي? اعتقد كده ان هو الحمد لله ظهر. طب فعلا نشوف كده الاندر كده. ناخد سريع. انا حتى ممكن اه اكتفي بس بالحوائط. ماشي يعني اخد السقف. تمام? مع 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 الحيطة. تمام? يعني بحاول برضه وغفر وقت ومجهود في بتاعنا. مع الحيطان هنا. مع الارضية. تمام? اعتقد دول اه انف يعني كافية ان انا ممكن اخد على الجزء دي كده. تمام? ده توفير. طبعا انا بعمل تست رندر. انا مش بعمل حاجة انا بس اللي عملته برضو على فكرة عشان تكون معي في المرة اللي فادت. ان انا فقط فقط كل اللي انا عملته بس اه تعديل. اه ان انا زودت هنا خليته مسلا رفعت الريزوليوش كوت الان انا بس بس خليته مسلا الف وماتين بس انا زودت حاجة بسيطة اويا. تمام? ماشي ممكن تماما مسلا الف وخمسمية. خلاص انا كده بزود بتاع الصورة. ده كل اللي انا عملته فقط اه زودت المحاضرة اللي فاتت. قوله بعد كده الرندر. واتفرج اشوف الليد ده عندي يبقى اعمل ازاي? مع العلم طبعا هندي اخد بالك في خط اصفر باين هنا اهو. لو انت اخدت بالك هنا ان في ايه? اه? في الخط الليد باين عندي فوقها. طبعا? هنشوف كده الرندر هيقول لنا ايه? احنا خفينا طبعا المشهد كله عشان ايه نبتدي? نعدل فقط اه احنا عايزين شوف الاضاءة بس هي تبقى كافية ده اللي احنا عايزين نشوفه فقط بلوقتي مش عايزين حاجة كتر من كده. تمام? اه المشهد مضيق قوي ما معرفش ليه في حاجة هنا مش مزبوطة. تمام? محنا نبص عليها. اضاءة قوي قوي كده يعني. لحظة واحدة. لحظة واحدة. لحظة واحدة. لحظة واحدة. لحظة واحدة كده. نقفل الرندر ده خلاص. هتلى الرندر هنا اكس بوجر. اه الاكس بوجر مقفول. طبعا ده خطر جدا طبعا. خطأ كبير يعني. طيب تعالى الاندر كده تاني. اه كده. طبطت. كده. انا ستظل الابيض باين فوق اهو. يعني تلوقتي كله شايف. الابيض فوق باين. هنا زوجت الرزوليوش لخلاته الف وخمسمة فهو ده لي ايه? اه بيخلي وضوح اكتر للصورة. اعتقد الابيض اه بدأ يبقى واضح فوق اهو. وبالنسبة لنا مش هيبقى في مشاكل. اه حد بيقول لي الصوت بيقطع. سمعيني كويس يا جماعة ولا في حاجة ايه? شو ما ننسين? لا الصوت تماما عندها سوى. ممكن يكون. اه 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 ممكن اه انا بس انا معرفش انا مخاف ان الصوت يقفل تاني ولا حاجة انا. بقى الصوت تماما عندك. اسلام يا هندسة شكرا اشكرك. مش مانسة وباكر باقي اتأكد عنده من سورة الانترنت يا ريت. طيب ادي الرندر بتاعنا بنشوف طبع الاضاءة. تمام? ازي من شايفة طبعا زودت الريزوليوشن فتلاقي الوضوح اكتر واكتر. كل ما النقاء او الوضوح بتاعك بيبان. طبع الاضاءة هنا كان فيه بشمهندسة اه مين 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 مش فاكر الاسم الزاد اعتقد بشمهندسة زينب تقريبا لو هي لسه موجودة. بشمهندسة محمد بتكتب بلغة غريبة انا حاول التحول العربي بعد اذن. بشمهندس زينب كان بتقولي ازاي الابليك احنا مش ظاهرينه. تمام? المتيريال وهو نور. لو ترى ان الاضاءة منفصلة او مختلفة عن اه المجسم بتاع الابليك. هو باين هنا قوي اهو. انا خافي الابليك فالاضاءة بتاعته بس ايه? هي اه اللي باينه. اه طبعا واحد اكتر بها. الريزوليوشن ده المفوضة انا بعمله في الاخر خالص لما اجي الاندر النهائي. بس انا وريكوا ان انا ازاي زودت الريزوليوشن عشان ازود نقائل ايه? الصورة مش اكتر بس يعني. تمام هو كده طبعا ايه? المربعات اللي هي شغالة دي. دي بكت اللي هو بيشتغل يرندر بها مربع مربع كده. خلاص ده ممكن من حاجات جديدة ده هو ضيفة طبعا في الازراطر الجديدة. تمام? لكن طبعا اه انا شايف ان هو كده واخد بالك احنا منين ادادات قليلة قوي. هياخدين يعني نص الاعدادات الهيال العادية يعني. وما ذلك الحمد لله الناتج مش بطل خالص يعني. حاجة ممكن تكون مرضية يعني. للشغل. اه طيب انا بس كل انا عايز ان انا جزء لفوق طبعا هو بجاب لسه بيت اللوحة كلها كنت عايزة بص على اليد على طول. هو وضح طبعا اليد منور فوق. لكن اهز اليد نفسه اه اشوف الشكل بتاعه وانكساره وانعكاسه. وديتيلز بتاعه اشوفها تبقى عاملة ازاي? خد بالك ان انت تحت هنا كمان بتبص على تايم الرندر تحت. في الرندر فريم اهو حواري ديئتين وشوية. خلاص ديئتين وبيعدهم عكس ثواني. يعني كل ما ده ده في ديئتين احنا كده بنعمل رندر ما شاء الله يعني تبارك الله. نتكلم في ديئتين او تلت دقايق او خمس دقايق رندر فانت بتعمل حاجة. آآ يعني عايز اقول لك فيه ناس تقضي رندر كتير اوي يعني فيه بشوانس طه لو هو حضر معنا هنا. آآ انا فاكر في مرة اول مشروع عمل وقعد معاه حمالية تلتة وتلتين ساعة رندر يعني. انه هو حضر معي في الوركشوب دي. وهو سمعني هيعرف الجزء ايه دي. مش ممكن اخر المحاضرة تفتح فايل ونشوف الاكسترود تاني لجزء السقف الجبس. لا مش فاهم يعني ايه? آآ نشوف الاكسترود تاني لجزء السقف في الجبس. مش فاهم قصد كيف شوانسة وبكر. بس نشوف الاتي ماشي. حاطر نشوف. طبعا الاضاءة هنا باني عندنا او الليد فوق اهو. تمام? واضح. بس طبعا واضح ان هو مش قوي قوي. آآ يعني محتاج زيادة شوية. خلاص? محتاج آآ نزود الااضاءة شوية. خلاص? آآ يعني. بس هو آآ ظهر عندي اللون الابيض. آآ في الواجهة عندي. او في في بيوت النور عندي. تمام? ماشي. اوكي. شويس يا بس شدت اضاءة شوية. خلاص اطاقك هلو ممكن اكتفي مش نكمل بقى الباقي. او طبعا والتالي وخدت بالك ببيت الاضاءة والانكسار والانكسرة تلاقي الدنيا الحمد لله. آآ هادية جدا ممتازة. ده عملت سيزون كده كمان هو اكتر. الدنيا عندنا مزبوطة. الليد ده عايزينزل تحت شوية. لانه رازق في السقف قوي. خلاص? ومحتاج انتشار آآ اكتر شوية. فاحنا ممكن نزود له شدة الاضاءة بتاعته. آآ نزود هالو شوية. طب نعمل كاس توب. ماشي. وهنصغر معيش هصغر تاني شوية. مش هنزود بقى عشان ناخد شوقت اقبل بالحجم المهول ده. آآ اوكي. هنخلي زي ما احنا كنا شغالين. اوكي. ماشي. وآآ تعال بقى نشوف الاضاءة بتاعتنا اللي احنا عاملينها. اللي هو او اللي هو ده. ده ولا لأ. اعتقد آآ لا ده ده الجزء اللي احنا عاملينه للقطاع. طب ما فيش استنوا بقى احنا كده احنا اخترنا آآ مقفول. آآ مقفول. لا احنا مش عايزينه مقفولة كده. طب كويس اود احنا كده محتاجين نوتا دي. طب هتجيب الاضاءة جدا تاني زودها. تمام? واعتقد ان الاضاءة هنا احتاج ان انا نزلها لتحت شوية. تمام? كده. تمام? اوكي? ماشي. ومن هنا نزود الاضاءة بتاعتها مسلا نخليها 250 ولا حاجة. والاضاءة هنا ابيض وممكن نخليها ماشي. اوكي. طيب تعال بقى نشوف انا عندي ايه? نعديش حاجة تانية ممكن اعدل فيها كتير قوي. طيب تعال بقى نعمل رندر تاني. هنا. انا طبعا نصغرت الريزوليوشن شو عشان انجز وقت. فهتجي ايه? ان شاء الله مش ياخد وقت كبير. اه في الرندر بتاعنا ده. طبعا هتلاقي فرق طبعا من مجرد مجالة الريزوليوشن هتلاقي فرق في سرعة الريندر طبعا او كتب كتير. عشان كنا هربقى اللي اولي هام احنا بنعمل التست رندر. طبعا نبس مجرد ان احنا بنبقى شايفين الشكل اللي عمي عامل ازاي. انما في النهائي طبعا بتزود الريزوليوشن بتاعك زي ما انت عايز بايه? وبتقوي الشط بتاعك بالمخدر اللي انت شايف ان هو مناسب ليك. طب عادش في جزء البيوت النور فوق اعمل ايه? يعني اعتقد الى حد ما معقول مش وحش خلاص انتشار مش وحش. اوكي ممكن نزلوده كمان شوانا لو انتم عايزين. تمام جميل. ماشي. اعتقد ان الليد يعني محتاج نعليه برضو سنة بسيطة قوي. يعني علي سنة الفوق. تمام? عشان يديني انتشار اكتر. خلاص وممكن نزلود شدة الاضاءة تاعته اكتر شوية. تمام? طيب يخلص بس الستوب رندر. ممكن اعمل احنا هتقول خلاص اوكي? تمام? ماشي. يبقى انا عاليه كده تاني معلش. صغير بقى الويندو دي. نعلي سنة صغيرة خلي يعني الجزء فوق كده. وخلي مسلا ساي ده هنا ايه? تلتمية ولا حاجة. وممكن نخلي ده ازود الاضاءة تاعتى ستة ستتمية. عاليها شوية. خلاص دي شدة الاضاءة تاعتى. واحد درجة هنا كده ام اخد مسلا اقول بس ايه? اعمل لي رندر على جزء الفوق ده لو سمحت. بس فقط لغير. تمام? او ممكن حتى هيقول لا اخد لي بس ده كده اهو من هنا لحد دي هنا كده. اقول له كده رندر فرجني. اعمل رندر بس على حتة الفوق دي كده فقط نتفرج عليها. اعتقد كده الاضاءة افضل من الاول بكتير. طبعا شوية النيز دي النيز اللي موجودة دي. ده طبعا عشان اعدادات او بتاع الصورة فمعمول ضعيف. فالاعدادات محتاجة بس تضبط شوية. لكن هنا زي ما نشايفين كده الانشار كويس. الاضاءة كويسة. درجة الدوق كويسة. اعتقد اه يعني الى حد ما كده وصلنا لدرجة معقولة من اه الليد بتاعنا. خلاص? اوكي? فاعتقد كده الدنيا الحمد لله اه مزبوطة. ماشي كده الليد ايه? مزبوطة. تمام? طيب. ده كده بالنسبة ل ايه? لاضاءة الليد. في عندي اضاءة تانية برضو لازم اعملها. خلاص? ما اضاءة الشارع. يعني اضاءة الشارع. اعني ايه اضاءة الشارع. صحيح بس ان انا عملت ده كده. يعني اضاءة الشارع. قد مجلت حط الاضاءة بتاعتك خلاص? انت حتços اضاءة سبوتات وخطت اضاءة اهابليك وحطيت up бы. يعني الشقة دي لها او ده على الشارع في شبكات كبار وفي باب بلكونة كبير. اكيد يعني الشباكين الكبار وباب البلاكونة دول اكيد هدخلوا دوق ولا انا غلطان في كلامي. يعني اكيد دول هدخلوا معنا دوق. ماشي? ففيين مصدر الدوق بتاعهم? فين مصدر الدوق بتاعهم? طيب انا عندي مصدرين من الدوق ممكن احطهم. يما حط مسلا نظام آآ الصن الفي ري صن. يما حط آآ بلان. ماشي? الفي ري صن او البلان. الفرق ما بين الاتنين انت عايز انعكاس جوه بقى واشاعة شمس والكلام ده كله لو انت في وضع النهاري ولا مش فارق معك المضوضة كده كده سطارة مقفولة فانت مش فارق معك ممكن تعملها انت بتشب الاشعات والكلام ده كله. ده ترجع لك انت بقى. خلاص? يبقى انا بس مجرح احط بلانة او خلاص والدنيا زي الفل ومش عايز واجع دماغ في مضوع البي ري صن واعداداتها والكلام ده كله. طبعا ده يرجع لك انت في الشغل بتاعك. طيب. نفضل ايه دولة نعمل ايه هنا? انا عن نفسي مسلا ممكن اقول لك انا والله تعالى بشباك نعمل بلانة خلاص? بلانة ونشتغل عليه. اخد مسلا ده كده شباك والبلكونة دي كده. والشباك التاني صح? فين الشباك التاني اهو. ادي التلات شبيك انهم التلات مخارج بتاعنا. ونعملهم كده ايزوليت. ادي شباك وهدي بلكونة وهدي ايه? شباك تاني صح كده ولا في حاجة معاي كده بشباك تاني. ادي شباك وبلكونة وشباك تاني. خلاص? طيب مصدر الاضاءة بتاعي. جاي من ين. جاي من ين الاضاءة بتاعتي. الاضاءة جاي من الشباك. صح? طيب يبقى المفروض ان الحيز بتاع الازاز ده هو المصدر هيخ Louise وهاكده مش عد من الحديد. مش عد من الفه bitter فجاي على قد الازاز. فيقى ما تعمل مصدر الاضاءة على قد الازاز يقى على قد الشباك عموما ما يجازا. ايه الله يعني مش هيفرق معاك بقى لانة عملتها من براك كده. كده مش هخش اضاءة. عايز خليها على قد الشباك ماشي عايز تخليها لقدي الازاز برضو براحتك زي ما انت عايز. تمام? فحاجة اقول لك مسلا مديني مسلا بي راي. وقوم راسم. طبعا بقى ترسم بسناب ترسم من غير سناب براحتك زي ما انت عايز. اقول لك مسلا راسم اضاءة كده. شايفة? اوقاتي مصدر اضاءة بتاعي. تمام? واحطت واحدة هنا كمان على الايه? ممكن اخدها كده قبي انا ممكن اخد واحدة اخدها ايه? شفت كده? تمام? واعملها ايه? اه 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 قبي انستانس وراح دماغي خالص. ماشي يبقى دي عندك اتنين مصدرين اضاءة بتاع الشباك. ضلفة وضلفة. عايز تاخدها كلها مربع واحد براحتك. يعني عايز تاخد الشباك كله مربع واحد براحتك. ما عنديش فيه مشكلة. عايز تاخدها مربعين زي ما نعمل كده كل ضلفة لوحدها برضو براحتك. معاك كده باش مانسين. خلاص? طيب. تعال بقى نشوف الاضاءة بتاعيتنا دي كده اللي هما دول. ده اللي جايين من مصدر الشباك بتاعنا. هما طبعا هما بعيد قوي. ده هما مرسومين على الشباك ده كده. الشباك اللي هو في الجانب ده. فانا اخد دول كده واجابهم هنا على الشباك. خلاص? واعمل لهم ايه? ميرورد. صح? تمام? اوكي خلاص كده مزبوطين. طيب. في نقطة تانية برضو مهمة بتحدد معايا الموضوع ده. هو انا محتاج انعكس الشباك جوه ولا لأ? تمام? ماشي? ماشي? فانا لاتي لو محتاج لأ مش الاصد كده. انا محتاجهم برا هنا عشان يديني انطباع الشمس. تمام? والضل يتريمي جوه بتاع الشباكين. هو كده كده اتجاه الضوء اهو ساهمين. بس انا بقول برا الشباك عشان يديك. كان فيه شمس برا وفيه ضوء داخل وينعكس لك الشباك على الجوه ولا انت عايز مصر داخلي وخلاص ومش عايز انجاكس ولا وجع دماغي. برضو ترجع لك انت. انت عايز تعمل المشهد بتاعك عامل ازاي? هتطلعهم برا. ويبقى داخل الاضاءة للداخل. تمام? وينعكس لك الشباك لجوه. تمام? ولا انت شايف ان الستائر بس هتبقى تقيلة وستان بقى او حاجات تقيلة فمش فارق معايا. خلاص? لا انا عايز اجوه الشباك وخلاص. الستائر مش هتفرق معايا من بره او من جوه. برضو ترجع لك النقطة دي زي ما انت عايز. ماشي? طيب. ناخد اي واحدة من دي وكان نزبطها. ونتيدي نشتغل على الباقي. هنيجي هنا عليها لقول مسلا خليدي مسلا ساي مية ومتين. خلاص وخلي الاضاءة طبعا ايه? هنا بقى الاضاءة حسب بقى انت عايز بقى اضاءة نهارية ولا اضاءة ليلية. تمام? اضاءة نهارية ولا اضاءة ليلية. بعض الناس طبعا عشان برضو الناس ببقى فاهماني. الناس اللي ممكن ما خدتش معنا قرص ماكس قبل كده او ما خدتش قرصات ماكس قبل كده عمات تاني. يعني مش شارط معاني هنا انا يعني. فانا ما جذبت اضاءة في عندي قواعد لزبط الاضاءة. يعني انا بشتغل. بسم الله. الاضاءة في اساسيات. طبعا الناس اللي خادت معي الكلام ده عارفين الكلام ده كله. اللي هي درجات الاضاءة بتاعتي. يعني بكلم فيه درجات الاضاءة. فين بسم الله. كان في لوحة الاضاءة هنا فين? بسم الله بسم الله. فين فين فين? لاي دي جديد. ايوة بالزبط كده. درجات الاضاءة بقى بشمانسية احنا بنتكلم فيها دي كده. تمام? عندك درجات اضاءة هي كده بيقول لك انت عايز ايه ساعتك? درجات الاضاءة لها الارقام دي والا احنا بنتكلم فيها. عايز مسلا دوق نهاري دوق شمس دوق ايه? حسب الدوق اللي انت عايز يجيب من برة. خلاص? درجة الاضاءة بتاعتك حتى الهلوجين والفلولسينت والمؤفر والكلام ده كله. دي درجات بنمشي عليها. درجات بنمشي عليها. انت عايز سامة صافية يقول لك من ستة تلاف وخمسمية لسبعة تلاف وخمسمية عايز اضاءة شمس خمس تلاف وخمسمية حسب الاضاءة بتاعتك اللي انت نهاري ولا ليلي. تمام? فانت هنا بتجي بقى ببداية على الجدول ده اللي قدامك او الشكل اللي قدامك. ده بتجيدي تشتغل هنا. تعال يا سيدي احنا هنعمل ايه? اضاءة بالنهار اقول له طب تعال بقى انا بالنهار مسلا عايزها ايه? بالرقم ده اقول لك انا تمبريتشار. اقول لك مسلا سيء لو هو بتكلم في النهار. هنا اعمل لها ستة خمسمية. طب ستة خمسمية دي يبقى انا كدها بالتكلم في النهار. عايز تقلل? قلل. بس بتصبح طبعا درجات لايه? الا داع او الاضاءة النهارية والكلام ده كل. فاستة خمسمية. اضاءة نهار ماشي. losing مشكلة. اوكi.ถOU نبتدي بقى نقول له ايه? اهه لو عايزين اي تعديلات كده بسيطة بقتك يجهم مفيش عندنا برضو حاجة. كل الدنيا عندي مفيش فيها مشكلة خلاص يجهم تمام? وده انستانس خ kamu اللهتبسط لي ده هتلاقي برضو ده ايه? نفس الاعدادات بتاعتنا احنا حطناها دي هي دي. تمام طيب انا اخد بقى الاثنين دول. ناخدهم لنفس الشباك. ما هنبدأ نفس الشباك تقريبا نفس المساحة. امام كده شفت. عفوا. كده. في ايميل وده الجهاز معلش. اذا علم مني شوية. تمام. واخدهم برضو كده. واعملهم بقى الروتيت على الزاوية بتاعتنا اللي هي المشهورة عشان يزبط مع الشباك التاني. كده. وناخدهم نسقطهم مع الشباك ده. متأكد هجلنك شباكين. صح? وبالك هنا. هنجيبهم على الشباكين دول كده ونزبطهم على قد الشباكين تقريبا. آآ كده. ممكن نزبطهم بقى من هنا شوية او ممكن نسقط دول كده الاول. تمام? زي ما اتفقنا بقى عايز تخليهم برا الشباك براحتك عايز تخليهم جوه شباك. زي ما قلت لك يرجع لك الكلام ده. خلاص? مفهوم كده مش مونسين. عشان بس احدش ايه كده. لو هنا في بعض يقول لهم لا ده نعمل سطارة لا انا مش عامل سطار اعتقد ان هم تقريبا مزبوطين على قد فاكتين الشباك. مزبوط كده تمام? اوكي? ماشي. كويس. ممكن ننزل له تحت كده شوية. خلاص كده تمام. ماشي. بقى انا كده حطيت جزئتين الاضاءة الطوعين اللي هم دول. طبعا حطيتهم جوه ماشي حطيتهم برا براحتك زي ما انت عايز. حددنا طبعا الكلام ده واتكلمنا فيه حسب الشوت بتاعي. طب في واحد يقول لي يا بشمان سانة عندي بقى في مشكلة. يقول له ايه? يقول لي افرض واحد بيبقى ع زرقة بالليل. تمام? اضاءة كده مزرقة. هقول لك ساعة هقدر العفل لون. عشان بعض الناس برضو بيسألني على السؤال ده. يقول لي بشمان دي سواء دي بيعمل اضاءة زرقة. لأ ممكن العفل من هنا بقى. يعني ممكن اخش كده على الكلر هنا. اقول بقى ما فيش تين بيتش. هقولوا لقى هنا الكلر. والعفل بقى دي درجة اللون اللي انا عايزها. تمام كده بشمانسين? وضع الكلام ده. عشان بعض الناس برضو كده بتسألني تقول لي بشمانس ما الناس بيعمل زي الوان آآ شكلها كده ازرق وبتاعه وحسسك ان انت في جو كده مختلف شوية. لأ احنا عندينا الحمد لله كل حاجة بنقدر نزبطها ونعمل في كل اللي احنا عايزينه بازن الله. نزبط ده كده على الببان. ماشي? اعتقد هم الحجم بتاعهم كبير شوية لاني بقى اطرق البابل بلكونة هيبقى مختلف شوية. لاني محتاجين نكبر الحجمين بتاوي. او خليهم زي ما هو ما مش مشكلة مش هافرقوا معي كتير. تمام? ابص بس عليهم كده من الجناب اشوف انهم اه لأ هم محتاجين يطولوا. فانا ده هاخده ايه معلش اقوله بقى ايه في الكده. معلش? وده في الكده برضو بتاعه لاني عندي هنا شوية تعديل عليهم. يعني ايه التعديل بقى اللي انا عايز اعمله? اول حاجة طبعا ده عايز اصغره شوية. ماشي? اصغر الحجم بتاعه. طبعا هيبقول لك العرض بتاعه. آآ الهاي كده لا الهاي ده يبقى اطول من كده. لازم اكبر سوريا خلي العرض بتاعه كده شوية. تمام? وصغره كده. يعني قد الضلفة بالزب اهي. ماشي? خلاص? والطول بتاعه. اقدر اه اطوله كده عشان يجيب لي باب البلكونة كله. تمام? يعني ده بلكونة مش هيبقى طبعا زي الايه? زي الشباك العادي. فلازم يجيب لي اضاءة اه اكبر من كده يعني. تمام? ده المتوصل ده ممكن نكبره كمان شوية. تمام? اعتقد كده معقول. ماشي? نفس العملات هنعمله في هي في اللي جنبه. تمام? آآ ده كده هيبقى طبعه اتنين تمانية وسبعين. اهو. زيه. خلاص? ونزبطه كده على المستوى بتاع الضلفة دي كده اهو. ماشي? ونقول الهايت بتاعه كان المتوسط الهايت ده هنا كم? كان آآ متر آآ متر مية واحدة وتلاتين يبقى نقول برضو هنا متر مية واحدة وتلاتين. بنقول له كده ايه متر مية واحدة وتلاتين. اوكي? ونزبط برضو ايه على ضلفة الباب كده. طبعا ده فرق عشان ده طبعا مختلف عنده. خلاص برضو نفس القوة ونفس الاضاءة وكل حاجة. يبقى انا كده ازبطنا الاضاءة بتاعتنا زي ما انت شايفين كده بشمتسين. يبقى لازم الشباك فيه مصدر اضاءة. تمام? والبلكونة والشباك التاني. طيب عايزين نجرب الكلام ده كله. انا اخد بس دول كده الاول. تمام? مع بعض كده. اوكي? ماشي. ماشي. اخد كل دول كده. واعملهم مع بعض عشان بس ايه ما ايه ما تعيبش نفسي. اقول لك ده الايه? عمل لك ده كل جروب. اقول لك الايه? البلان لايت. ماشي? عشان اعرف اوصل لهم ايه واتحرك عليه. طيب. هلو ده اقول لك بقى ايه اعمل لي ايه? انا عايز بقى مين? ازعم الرندور كده على اللي فيه الشباك. تعال ناخد مسلا الصالون مسلا ولا حاجة. ايه سوري اعفان الكاميرا. ايه عايز الصالون. اشوف الشباك اللي ورا الصالون ده والبلكونة هيعمله معي ايه? ايه? ايه وناخد رندور كده سريع. نقول كده بسم الله. ايه الشاشة رندور مفتوحة عندي? لا مش مفتوحة عندي. اقول له كده رندور اهو. ونتفرج نشوف يا ترى ايه اللي هيحصل معنا وايه اللي هنشوفه بالمصدر الاضاءة بتاعنا جوه. طبعا كان يفضل ان انا اخفي كل البلوكات ايه اللي عندي فرش والكلام ده كان لزا مزال الليد كده بس مش مشكلة. ايه برضه عشان نشوف تأثير الاضاءة على الفرش عندي. هو ثواني بس بيحسب الايكاس والانكسار مع ايدي نويزر. تمام? فمش مشكلة هنصبر عليه ثواني يعني اللحظات. اشتركوا في القناة طيب هو ندي له فرسته عشان ما زعلش ايه تمام? اوكي. بالرندر شغال الحمد لله لسه. حد ما نشوف الاضاءة بعمل ازاي? نعم شاك ليه بيختفي كدا ماشي هو لسه شغال الريندر اوكي ماشي نعم شاك ليه بيختفي كدا نعم شاك ليه بيختفي كدا قبلنا جماعة كل الاجزاء اللي احنا بديكلم في دي مفهومة واضحة تمام واعتقد كدا ان احنا تقريبا بعد كدا المتالي مش ناسين حاجة تاني خلاص احنا كدا الاضاءة وكل حاجة عملناها فاضل عندنا فقط ان احنا نبتدي نختار الالوان بتاعت الحوائط اوكي المتريل عموما يعني خامات بتاعتنا والارضيات تمام اه لو حد فاكر ان في حاجة تانية احنا كنا تكلمني فيها فكرني عشان انا طبعا مش فاكر انا فاكر بس كان في دماغ الاضاءة مش فاكر ان كان في حاجة تانية تكلمني عليها ولا لا وفي نفس الوقت اللي قد عايزين برضو ان شاء الله بعد من خلص موضوع الاضاءات دي عايزين نشوف احنا دلوقتي ان شاء الله هيبقى عندنا اه الحوائط اه هنختار لها لهم ايه تمام والجزئية بتاعت الارض اه هيبقى عندنا امام بسلين هنعمل سيراميك هنعمل بوركي عايزين اتفق على الحاجات دي كل عشان تنجهز الماتيريال بتاعتهم ونبتدي نستعد للرندر نهائي ان شاء الله بحاجة الفضلية الماتيريال هم بثلاث حاجات اللي محتاجين مننا ملتاج مننا الحيطان او سعف المعروف كله بيبقى ابيض يعني عشان بس ما حالش ايه والحوائط لا سوري الاسوف قصدي فالاسوف كلها غالبا تمام والمتعرف عليه بتبقى له انها ابيض ناشي ده المتعرف عليه بالنسبة ل اه ده ناسة سوري ان انا عمل كده جزء لا سوري سأنا ايه بس يعمل معلش عافيت هنالش ده كده احنا كنا كنتirmι انا الاداة الرقديمة معلش كل ده بيحارب هو فى حاجه تانية خالص غير اللي انا محدثها طب فرصة بقى ان انا اخفي اا البلوكاتت بالمرة ماشي صبق اللي كده عندي الاكتشاد بتاعة البلوكات ممكن اخو بقى كل ايه السالون ده هنا لو كان زي الكاد بقى كنا بدأنا نقفل كده على طول واحدة واحدة بس الاسف مش زي الكاد فانا محتاج ان نختار كل مجموعة لوحدها او كل حاجة لوحدها كده. زي الكانبة دي كده اقول له قفل هاني. تمام. اه والصفرة. برضو هقفل هاني كده اقول له معلش اقفل هاني لو سمحت. كرسي ده. برضو هقفله. والكرسي ده. بحاول ان انا ايه يعني اخف المشهد شوية. بحيس ان انا اكسب الوقت في بتاعنا. بعمل تست على الاضاءة الخارجية فقط لغير. فبقى محتاج ان انا اخف الدنيا عندي شوية. اخد هنا برضو كلها. ممكن اخفيها برضو. وفين الجروب بتاعها? ايوة. اوكي. ماشي. اعتقد كده تقريبا خفينا الدنيا شوية. ممكن نجي بقى ناخد بتاعنا هنا كده. نقول له بعد اذنك عايزين نعمل لنا خلاص. اه على جزء الاضاءة اللي هو اللي موجودة عندنا في الشوت اللي قدامنا ده. نشوف كده البلكونة والاضاءة بتاعتنا هتعمل ازاي? تمام? ونتفرد كده نشوف الشوت بتاعنا. وعليكم السلامة وبركاته. بش مهندسة ايمان اهلا بيك. بش مهندسة ايمان. انت انت سات المرافة. لا ابدا بش مهندسة اياه لهمك عادة. ايه لهمك. اجيد كل احد عند زروفه طبعا. اه تسعلتين المرافة تقريبا اه على الاضاءة التلاقليك ولا لا? هذا كنت سالتين على الاضاءة اللي ليه ليه بنخفي الاباليك ببتظهر وكده? صح? اه. اشوف يعني انشان الاضاءة هنا مفاصلة لوحدها هنا. الاباليك مقفولة خالص. تماما? فالاضاءة الوحدها غير الاباليك. يعني الاضاءة منفاصلة عن الاباليك تماما ايه. ده انا امكان قلتلك عن المرافة التوريك ده الواحدة وده الواحدة. فهنا تلاقي الاضاءة بين هاي الواحدة غير الابليك. طيب بدأ هنا الهو احنا حطينا اضاءة. اه الاضاءة مش هدبان لسبب لان عندي ستاير مغطية على البلاينات. انا تصل خلاص عني بقية. طح? ستاير مغطية على البلاينات. عندي اه الاسبوتات هي الاسبوتات ظهرة لكن عشان حجمها صغير فمش باينة. تمام? يعني انا انا ممكن بعملوكو رندور كده راح اتعمل زوم على جوزء معين كده الاسبوتات موجودة. الاسبوتات موجودة. لكن عشان كله فمش باينة في قصة الزحمة. بلنا حجمها صغير بالنسبة لشيبسنبورد. فنحس انها حجمها صغير مش باينة. تمام? هي دي دي المشكلة انا. طبعا هنا الاضاءة باينة عندي لكن الستاير عشان الخامة بتاعتها فطبعا مش باينة الاضاءة غير من ورا السطارة. فاهميني هو بضح عندكم كده بسة دي? عشان السطارة هنا. الاضاء الخامة بتاعتها. ايه احنا قافلين الخامات فالاضاءة باينة من وراها. تمام. وهي طالعة من الجناب لكن مش بينة من السطارة. تمام? فاحنا نعمل ايه بقى? المفروض نقفل السطارة. خلاص? او نخلي الاضاءة تتجنب السطارة. فانا ممكن اوهم اقافل السطارة من هنا. عمد بص الاضاءة جاية كده على فكرة عامل شغل جميل جدا جدا من ورا السطارة. ولو السطارة كمان خديت بتاعاتها تضييك برضو انعكاس واضاءة ايه كويسة اوي. فانا ممكن اهم اقافل كده. وهم داخل اقولوا معلش اسطوب باقي كده شوية. مش موانسين الصوت لو سمحت عندكم. مش موانسين. يا لات ناخد بقى لكم الصوت. تمام? تعالوا بقى هنا كده نشتغل على الجزئية دي. اوكي? ناخد السطارة بتاعاتنا دي نقفلها. والسطارة التانية. ونشوف كده الفعل يبقى لازاي عليها. بين السطارة بسم الله. تظهر اهي ادي سطارة? لا. هيتمنينها كده واحدة واحدة. بسم الله. عايزين نجيبها طبعا نديني زحمة اوي هنا. والسناب طبعا طعبنا هنا فانا ناخد نافل السناب كده شوية جيبها لايه? ده السطارة اهي. ماشي? نقفلها. خلاص في الكرتن التانية كمان. وكرتن التالتة. نافل التالتة كرتن. عشان يبقى ديني عندنا ايه? واضحة. ونشوف الانقديم اقفلش ليه. دي كده كلها ايوة. ماشي. وهنا الكرتن التانية دي. خلاص اهو. نقفلها كلها كده. تمام? طب تعالي بقى نشوف الاضاءة هنا. لما ايه? نعمل كده تاني ونتفرج على الاضاءة. الشط ده هتبقى عاملة ازاي? يريد الناس برضو تفكر ما هي عارفة اضاءة زي ما انا قلنا كده. عندنا تلات حاجات. لون الحواطة يبقى ايه? الارضية هتعملوها ان كان بورسلان او سيراميك ولا بركي. وحاجة ثالثة كنقولوها عليها ايه? ان الارضية والحيطان صح? اه بس هم دول تقريبا الارضية والحيطان اللي احنا عايزين احط لهم. اه. ماشي مش ماندسة. لا بس احنا مش مانسة ما نهي. السيطرة بس احنا لو ممكن ممكن اخرجها من من اللي هو الاورايد ممكن اطلع السيطرة لوحدها يعني. او بالسيطرة او بلوك جهزة اه. فممكن اطلعها. وتظهر عادي ما عنديش مشكلة. بس انا انا اهمي كله بس شدة الاضاءة والانعكاس يكون كويس. ومعادلة الاضاءة في المشهد. مش عايز المشهد كله كله اصفر اوي كده ايه. تمام? لازم يكون في توازن او في معادلة كده في الاضاءة. فحطينا اللون الابيض وهنشوف الاضاءة الخارجية بتاعت النهار بقى اضاءة النهار ده تبقى عامل معنا ازاي. فخافينا الستائر مؤقتا. وهنشوف لطل رد الفعل بتاع الاضاءة في الشط بتاعنا هيبقى عامل ازاي. ما شاء الله واضح ان الاضاءة دخلت. نورت المشهد اوي. اوكي. فزي ما نشاهدين كده احساس ضوء النهار بقى. يعني كده احساس ضوء النهار ده خلك من البلك هنا ومن الشباك. يا جماعة? يعني كده احساس ضوء النهار. يعني ما النهار يعني بتبقى الاضاءة بتاعته كده. انت في النهار الصبح بقى اللي ضاءة مع بالنسبة لك. اه بتبقى قوية بديك احساس ضوء النهار اللي موجود عندك في الشط بتاعك. تمام? ونتفرج كده على الضوء النهاري بقى نشوف هيبقى عامل ازاي ونتفرج مع الاسبوتات مع كل ده. ونتفرج عالديني بتبقى بالنسبة لنا عامل ازاي في المشهد بتاعنا ايه يا بش مهندسي. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بدأ كده تأيبا الدنيا بدأت توضح معانا بشكل اه قوي. واظون اللي تشاهد تأثير الاضاءة. تمام? اه النهارية. بس طبعا هنا اه في ملحوظة اه انا خدت بالي منها اللي تي. لكن خلينا نشوف الشكل العام. ونشوف اه ايه رأيكم اه في اللي احنا عملها او اللي احنا صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده عندك الاضاءة طبعا ده شيء طبيعي جدا. يبقى يكون عندك باب بلكونة اكيد هيديك اضاءة اه ابيض كده بالقوة دي وهنا نفس الموضوع على الشباك لك طبعا الشباك مش بقوة البلكونة. البلكونة اه الحيز بتاعها اكبر خلاص? فوق ده او مطل الاضاءة بتاعها قوي. لكن بص على الانعكاس الاضاءة على الجيبسون بورد هنا كده فوق اهو. خلاص? هنا. وانعكاس الاضاءة هنا فوق. ماشي. وعالارض. فاعتقد ان انت كده الاضاءة بالنسبة لك فيه توازن اه حلو بالنسبة للاضاءة. تمام? وفي نقطة برضو لازم تعمل حسابك فيها ان انت دلوقتي لسه هيبقى فيه ستاير. يعني الاضاءة دي هتخش لك بنسبة تقريبا نقول خمسين في المية او ستين في المية لو ستاير عندك شفافة. فطبعا هتبقى اشادة الاضاءة اقل من كده شوية عشان ان فيه ستاير هتبقى حجب جزء من اشاعة الاضاءة. لكن المراحزة اللي انا ممكن اتكلم فيها ان انا عندي هنا اه في حرق في الاضاءة. شايفو? اهو في الارض. في هنا اه الاضاءة زيادة قوي محتاجة قل شوية. خلاص? وعندك ان البلاكون هنا مرفوع عن الارض. مش عارف ازاي بس هي مرفوع عن الارض. فانت محتاج تصبط برضو البلاكون دي شوية. تمام? عشان ايه مرفوع عن الارض. الليد طبعا هون الابيض كسر مع الابيض التاني بشمندسة اقيمان. هالليد فوق هون. تمام? بس طبعا مع شدة الاضاءة دي مغطية عليه شوية. اوكي بشمندسة اقيمان. طب يبقى انا محتاج خلاص كده ديني عندي تمام? الحمد لله الاضاءة. تمام? بس عايزت اللي سنة عشان الحرق ده كده. هنا. هنا الاضاءة كويس يعني اعكاسها كويس. اه وفي نفس الوقت شباب البلاكون دا يتزبط. هي دي حاجة ظهرت برضو معنا دلوقتي ما كناش وغدين بقى لنا منها. سايف بس كده اطلاق بيريك لكم اللي عملت ده عشان ايه? اي موقف تاني ما بقاش في عندنا مشكلة فيه بإذن الله في الشغل. نعم حد لقى اي منحظات تانية اللي احنا قلنا عليه ده? او حد لقى اي منحظات تانية غير اللي احنا قلنا عليه? تمام كده سايفنا تعال بقى نصبط لايه شوية الحاجات اللي احنا قلنا طبعا باب البلاكون ده زي ما قلنا هو عالي قوي انا محتاجة مساكة باب ده كده هو باين هنا اهو تمام? ممكن اعمله على الارض ايه. عفوا نجي على الباب هنا كده انا اعمله كده ايه? على الارض بتاعته. فين الفلور عندي اهي. ممكن اعمله على الارض على طول مباشرة تانية. ماشي? لا انا عايز بس ده كده. قوي. ايوة كده اعتقد كده مظبوط. اعتقد ذلك. ماشي. هنبص كده برضو ايه نتفرج هنا من هنا كده. اه كده زبط نفسه خلاص. وانا محتاج بقى الآضاءات برضو بتاعته تبقى على الارض برضو زيه. عشان تبقى ماشي معاه بسيستم كويس. هنعمل كده ايه? تمام? وايه? هنبص من فوق حاضر بش مهندس محمد حاضر. عاضر يا اندس عناي حاضر. واخد ده كده. قول كده ينزل بيه لتحت كده شوية. فين الا اهو. سقطه كده الحاد الارضية كده تمام? ماشي? اوكي? خلاص كده تمام. وانبص من فوق عشان برضو بش مهندس محمد يبقى متأكد معنا مطمئنة يعني اعتقد ان هو بعيدا من حيطة خلاص ان دليه مظبوط. ادي الحيطة بش مهندس وهدي ليه? لأ له متالي يعني فيها جاب صغير اوي يعني هيبقى فيها جاب ممكن يكون صغير او ممكن اخد الحيطة بقى لوحدها ماشي والباب ونبص عليهم الاتنين ونشوف. نعمل كده ايه? اه والارض كمان عشان بقى زبطين على التلاتة نعملهم اعتقد في جاب صغير تقريبا يعني في جاب صغير اوي ماشي ممكن نعمله بقى كده بسيط يعني ممكن نعالج المضوطة بسكيل كده ايه? حاجة يعني جزء كده لا يذكر يعني حاجة كده ملي يعني. بس كده خلاص. يعني حاجة كده ايه يعني ها? بسيطة جدا طبعا ايه? زادت شوا في الارض مش مشكلة. تمام? آآ بس ده ممكن اقول لك على حاجة. ممكن ناس بقول ده كده. اقول لك النسبة مسلا خليها من عشرة خليها مسلا اتنين في المية ولا حاجة. خلاص. وين صغر ده كده شوية نكبر الشاشة. ونعمل له نصغره كده حاجة بسيطة قوي. فكده كتير جدا اهان. اعتقل كده بقى مزبوط الى حد ما. عايز تصغر سنة صغيرة قوي. حاجة بسيطة جدا ممكن نخليها واحد في المية. تمام? انا بس بدولس نسبة لسكيل عشان تبقى ديني عندي ايه? مزبوط. حاجة صغيرة جدا واحد في المية بس. اعتقل كده بقى يعني مزبوط بالملي. ماشي? خلاص كده اوكي تمام. طيب يبقى كده خلصنا ما ايه? موضوع ايه? بتاع الشباك او البلكون ايه. طيب. الاضاءة بقى شدة الاضاءة بقى. تعالى بقى شد الاضاءة دي. شدة اضاءة هنا لو انا بصيتها على ده. شدة الاضاءة هنا اه ميتين خليها مسلا مية وخمسين. خلاص اه واتقدها تبقى نفس المضوع برضو اه مية وخمسين. ممكن صغيرة شوية. تمام? بنقلل شدة الاضاءة شوية. نعندي لاش مشاكل. اه البلاناتة اللي هنا فين? اعتقد دي واحدة. كام دي? برضو هنخليها برضو مية وخمسين. اعتقد ان دول فعم ممكن دول يكونوا نفس التغيير على طول. مش هستيجي ليه? ايوة كده. انا اصفز نفسه اوتوماتيك تمام زي الفل. يبا اعتقد انا كده زبطت الاضاءة قللتها شوية. عدلت عندي دي الاجزاء اللي انا بتكلم فيها وادي الايه? الاضاءات الايه? الخارجية. حد عنده مشكلة في الاضاءة حتى الان ايبش متسين? حد عنده مشكلة في الاضاءات حتى الان? حد عنده مشكلة في الاضاءات? انا هخلي الستاير بس هزبط الستاير عندي. هطلع الستاير برا لشان اتفرج على الستاير والعكاس الضوء. تمام? اه بسم الله. اه 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 اطلع منه ايه? الكرتن. تلتة كرتن فين 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 بسم الله. طبعا الاسامة تبقى مهمة اوي بقى. هنا لو انت مش مسمي الحاجة زي ما احنا عماشي كده بالبركة. تمام? ايطلع عيني طبعا مش عارف اشتغل. اه كويس. عادة ادور على الحاجة لحد ما اشوف فين الوجود بتاعها او اسمها ايه او هي موجودة فين? ايوة كرتن اهي واحد اتنين ثلاثة. خلاص ونطلع دول كده برا لايه الحسابات بتاعت حضرته. نقول له بعد اذنك طلع لي دول برا الحسابات انا عايز دول يظهروا. عشان نشوف انعكاس الدوق معهم بالزبط هيبقى ماشي ازاي? والدنيا بتاعتنا تبقى ماشية اه بقى نشكل. التلاثة يظهروا كده ايوة اوكي ماشي. نتنى بقى ننظر كده تاني. نعرش بقى نستحمل بقى ايه مضوع الاندر ده كده شوية. ونشوف الستارة بتاعتنا. هتبقى عاملة ازاي? نبدأ كده بسم الله ونقول له الانظر لي تاني وبعد ما خرجنا الستارة برا اه الماتيريال. خد بالك من نقطة مهمة جدا انا دايما بحب احط لو امش بترتيب بدماغي انا او بفكري. انا بحب دايما لازبط الاضاءة قبل ما احط الماتيريال. خلاص قبل ما احط الماتيريال. طبعا ما في عندي بلوكات فيها الماتيريال بس انا حتى وانا براندر في التستر اندر لايت عشان ازبط درجة الاضاءة واخد شكل كبير من الواقعية او الاحساس بالواقعية في المشهد بتاعي. انا بازبط الاضاءة الاول من غير خمات. تمام? ماشي? انا نظهر بس السطارة دلوقتي. فقط لان انا عايز اشوف اللي السطارة تبقى شفافة. ايه الجزء الشفاف منها? انعكاسها ايه? من اضاءة الشمس للداخل? فانا محتاج اشوف النقطة دي. فطلعت السطارة برا لايه? الحسابة. نشوف كده الاندر بتاعه هيعمل ايه? طيب لحزة واحدة كده على ما يخلص خليكم معي لحزة واحدة. معاكي مش مانصة بكرة مش مانتلوش. انا معكم. انا معكم. طيب انا عندي هنا في مشكلة في السطارة. زي ما تشايفين كده انا عندي مشكلة في السطارة انها مش طالعة بالماتيريال بتاعتها. صح? ودي مشكلة بتقابل اه ناس كتيرة قوي. يعني برضو يقول لك انا جبت البلوك بس الماتيريال مش طالعة. ده ممكن يكون حاجة من الاتنين. دول ممكن يكونوا حاجة من الاتنين. طب هعمل بكده هنبص على السطارة بتاعتنا نشوف احنا جبناها منين? ونبص على السورس بتاع البلوك بتاعنا. تعالى كده احنا كان فين المشروع بتاعنا? اعتقد ان احنا كنا نبقى هناك كده بسم الله. اهو ونحط عندنا هناكده البروجيكت. طيب. دي كانت الماتيريال بتاعتنا صح? السطارة فيدي? احنا كنا اعتقد هيدي تقريبا. صح? مش دي اللي احنا احطينا بشوانسينه ولا انا بتاعتني? صحيح كده? دي كورونا دي فين واحدة فيهم بس اعتقد ان احنا اخدنا واحدة كده. وده البروجيو بتاعها بالتلات الوان بتاعتي. طيب يبقى انا كده عندي ايه? الخامات بتاعتي. لازم اتأكد ان التكسشر دي عشان كده هو كان آآ بيقول لي في الاول في عندي حاجة مسنج. انا محتاجها. يعني بولك في حاجات عندي مسنج انا محتاج. اشوفها اول مش واضحة عندي او انا مش عارف اقراها. فانا محتاج اعرفها له. تمام? باعرفها له ان انا بدي له مسار. اقول له بعد ايذن حضراتك كده المسار بتاعي لو سمحت. ماشي? اللي انا بجيب منه الشغل بتاعي كله. اقول له بعد ايذنك هجيب الاكسترنل بتاعي اد وروح اجيب مكان المشروع بتاعي. او هو كان فين هنا. ممكن لكون عشان نقلت المكان من هنا الهنا هصل المشكلة دي. اقول له الله بلوكاتي هنا كلها. هتهالي. ببتدي جمع كده. خلاص? كل الماتيريز بتاعته. اقول له ايه اوكي خلاص انا ايه? الدنيا كده تمام. ماشي? خلاص? هنا طبعا في بعض الحاجات برضو هو مش شايفة. معرفش ليه هنشوفها دلوقتي. ماشي? خلاص. نرندر كده تاني على ستاير بس ونشوف. المشكلة عندنا. اجيب ارندر بس على جزئية سطارة فقط. اهي. اشوف الماتيريلي هتظهر. لا حتى لو خدت حتة صغيرة قوي كده ايه. قد كده رندر لي كده على حتة الصغيرة قوي دي. وريني الماتيرييل بتاعتي جات ولا مجاتش. لسه ما قامش برضو رندر. احنا قد نحطة صغيرة يعني. طيب. ماشي. جاريت برضو تاني بأكد عن الناس. نفكر في الالوان. بتاعة الحيطان والارضيات هنعملها ايه? يا بشبانسين. خامة الحيطان وخامة ايه? الارضيات. هاريت نفكر فيهم? تمام? عشان اه الماتيرييل ان شاء الله. طبعا مش عارفة نحضة هنبدأ في ماتيرييل تيهم ولا لأ. بس هنحاول النهاردة هتر وعملنا اسقف. نخلط بس الجزئية دي. يبقى فينا على الماتيرييل والرندر النهائي بإذن الرحمن. بعد كده يبقى احنا انتهينا من جزئية الماكس. ونبدأ بإذنك يا رب نخش في جزئية الفوتشوب كالفرش معماري البلان. والبوست بروداكشن بتاعها. مش عارف محاضرة واحدة او محاضرتين. مش عارف الاخ والزميل بابو انس عمر والفريق العمل. كم مخاضرة او احنا فضلنا كم مخاضرة فده ان شاء الله من خلال شغلنا مع بعض بإذن الله ما فيش فيها مشاكل. اتمنى يكون الجميع طبعا فاهم القصد في الشغل بتاعنا او المغزر من الشغل. وتكون الدنيا عندكو واضحة بإذن الله. برضو نفس الموضوع شايف نفس الخاماتي. وانا كده محتاج ان انا عدل الخامات بإيدي. خلاص انا اخد الخامة دي كده لسطرة. خلاص واجيبي بتاعتها. وقلو بعد اذنك هتلي بتاعت الخامة بتاعتي. او البلوك بتاعي اهو. اهو مش مطلعها ليه بقى. ليه مش مطلع الماتيريال بتاعتها. ايه مشكلة عندي هنا يبقى البلوك ده في ويبقى في حاجة كده في البلوك دي حصلت عملت مشكلة. طب ثانية واحدة بقى عشان كده واضح ان انا ممكن ايه يكون انا غلط جدت بتاع الكورونا. تمام? لما سحبت. تمام? آآ البلوكات جبت اللي هي بتاعت الكورونا بدل اللي هي بتاعت آآ الفي ري. تمام? ممكن يكون حصل معنا دروب ده. لان في عندها في كورونا اهي شايفينها? اولا رندر كورونا وفي رندر الفي ري. فممكن اكون سحبت دي بدون اصدف عشان كده هو مش شايفها. خالص لان ما تنضرع الكورونا مش الجيد ايه. فمعنش هنسحب دي كده تاني بسرعة. تمام? قويس ان احنا اخدنا بلنا من البلوك ده او من المشكلة دلوقتي نقول له اوبين كده. تمام? وننزل السيطارة بتاعيتنا هنا. ماشي على ما يجمع. بسم الله. ماشي ادي السيطارة اهي. بس عايز تتاكد منها الاول من رندر. هحطها بس كده جوة الاول جوة ال اه اه كين هي اساسا. بسم الله. ناخد الحركة كده. ماشي. طبعا يا حجمها كبير جدا. انا عايز بس عمل شك عليها كده سريعا. انا هحطها بس كده جوة ورندر عليه وخلص يعني انا هخش كده جوة. همش عايف شايفه الشهن من ظهرها يعني. واجه كده مسلا اقول لك هتليل ايه? الكاميرا بتاع الصالون. هتأكد بس ان انا سار تكون مزبوطة ما يبقاش فيها اين هي. اه طريبا هنا واضحة قوي شايفين هنا كده مزبوطة. طيب انا جبت بتاعك الكورونا للاسف وانا مش اخد داني. تمام? تقريبا هو ده اللي عمل معي المشكلة. ماشي? تقريبا هو ده اللي عمل معي المشكلة. ان انا جبت السطارة بتاعك الكورونا. تمام هو ده اللي عمل معي المشكلة. طب هرندر كده سريعا. ماشي. واشوف اه الستطارة هتبنوة. لأ انا عايز بس حتة كده صغيرة زي ما انا كنت بعمل كده. ممكن اكون جبت بتاعه من كل جبتين جماعة بك انا من سحب تحضرها بالغلط. شوف بس حتة كده مرندر. ونشوف لان دي تبقى طبعا مشكلة غير تلات ستائر تاني. آآ كويس. دي غضي غنطة برضو حصلت. ممكن بتعلم منها. ممكن تحصل معنا في الشغل بتاعنا. لان زي ما تقولت شوف في الفايل هنا اهو. فهم ديني اتنين ماكس. انت ممكن تتلخبط. يعني هو ده ماكس وده ماكس. بس دي متراندرة بالكورونا. ودي متراندرة بالفي راي. خلاص? اوكي? فانت ساعتك حتى ما ممكن في البريفيو هنا كان انا انت خدت بالك. خد بالك شاب بلوكات دي بتقبل بعض المشاكل دي الناس. وما باخدش بالناس البلوك. وبعدين نتلع البلوك مسلا متراندر بالكورونا. فما بشتغلش على المشتغل. اهو ده الكورونا وفي راي. قال لك فيه اتنين اهم وشغلت بالاتنين. بس ده لي واحد ده لي واحد. اوكي? فممكن هنكون بدون قصد سحابنا الجزء اللي هو بتاع الايه? الريندر كورونا مش الريندر بيدي. يا الله يا رب يا كريم. اه كده كده ظهرت ايش شايفينا كده ظهرت الايه الماتيريال بين اوي فرق ما بين ده وما بين ده. فاعتقد كده ايب احنا سحبنا كان بتاعت الكورونا فعلا فده كانت غلطة من انا في الاول واحنا شغالين. خلاص? فاحنا جديد دي بقى تاني. تمام? على بتاعنا اللي احنا عايزينه. ماشي? فطبعا هناخد بقى ايه? الحاجة سطارة بقى دي. الاتنين دول كده مع بعض اخدهم كده ايه? نعملهم جروب. تمام? هي فين البيت الاجزاء بتاعتها. نقول له كده جروب. تمام? فهقول لك بقى مش عافية سميها ايه لانا عندي كورتن قبل كده. ممكن عملها كده بالكابيتل يمكن. ممكن نعملها كده مسلا سبيس في مثلا. خلاص اوكي? تمام? اوكي. ونخش هنا كده. ادي الجزء بتاعنا. ممكن دي بقى صغرها بالسكيل اللي احنا كنا ايه بنعمله فاكرينه. لان طبعا السطارة ما شاء الله تبارك الله نعرفين حجمها رائعة. احنا ممكن نخد نزبطها على دي. ناخد القديمة. اللي هي دي كده. ماشي? اه ونعملهم الاتنين ايزوليت ويمتدي نزبط دي على دي. طبعا ما شاء الله تبارك الله يعني حاجة ايه? اه جميلة جدا يعني. بقى صغر بقى كل الكلام ده في صحفها كده. نحاول نخلي دي على قد دي تقريبا. ماشي. آآ آآ يعني دي كبرت شوية ممكن نعرضها سنة مش مشكلة بس انا محتاجة صغر دي كده سنة. آآ ممكن نعرضها نطولها كده شوية. يعني زي دي كده بالزبط. نكبر. آآ ده ما شاء الله تبارك الله عافية انت ايه حاجة كده بقى الجميلة قوي يعني. طب تعالوا هنا كده نشوف كده الطول بتاعها. عايزين نفس الطول ده تقريبا. ماشي اهو بنزبط كده اكس واي وزد بتاعنا اهم. آآ في ناس لسه معانا اهم بيقولوا ايها دي داخلين معانا. طبعا اهلا بالجميع يعني بنشارف بالجميع. آآ وننزل كده تقريبا. عفوا. ماشي. حلو اهو. ننزل بقى دي كده وننزل بيها ايه? لتحت كده شوية نزبطها تقريبا على قد بالزبط. اعتقد ممكن تكون محتاجة سنة صغيرة لانتاني كنا زبطينها على الارض. تمام? آآ يعني حاجة بسيطة قوي. كمام? كده اهو. ماشي? بتاعها برضو نكبرها كده شوية بالعرض عشان تغطي الايه? الاريا كلها بقدر الامكان. آآ مش هتفرق كتير قوي واحدة. ماشي حلو جدا ونستنها كده. مزبوطة معانا آآ بقدر الامكان. تمام زي ما قلنا كده. تمام بيه بقى دي واحدة ودي واحدة. ماشي? نشيل بقى القديمة دي ونجيب دي مكانها. او نجيب دي كده عليها هنا كده الاول. وبعدين نشيل ايه القديمة. فناخد القديمة. ده وش شاهرة ظهرها انا برضو مش واضحة دي قوي. اعتقد ديها الظهر بتاعها فده الوش ممكن ندلته. خلاص وناخد دي نعمل لها آآ عندنا الامر بتاعنا جميل بس خلاص كده اوكي. اعتقد كده الوش ايه? لا ما زبطش. عفوا. آآ ده للداخل مفروض ده بقى الجوة النحية التانية. ملو ميرورد. آآ على آآ كده كده مزبوطة. تمام? اوكي. ماشي. خلاص كده. فاعتقد ان السطارة دي كده اصبحت مزبوطة. طيب. آآ قبل مزبوط الباقي بقى عشان ما بوضش الدنيا. محتاج برضو ابص على آآ السطارة بالاضاءة بتاعتي من هنا كده. فاهم عليش عمل رندر كده تاني سريع. عشان اطمئن ان الدنيا عندي مزبوطة. هنا السطارة اوكي. على ماشي. هنا الدنيا تمام. خلاص آآ اوكي. ماشي. المقابل دي مش مدايقة قوي. مش قوي. خلاص. اوكي. تعال بقى نشوف بقى رندر كده سريع. ونتفرج كده مع بعض نشوف الرندر بتاعنا آآ من هنا كنا اخدين الجزء ده. ناخد بس كده حتى لو جزء بس بس بسيط. اللي هو جزء استطارة فقط. اهو. تمام? مش هرندر بقى كل حاجة. ونبص كده اولو كبر الرندر كده مسلا شوية. نبص عستطارة بتاعتنا ونشوف يا ترى اللي احنا عملناها كده. آآ او عالجنا مشكلة استطارة ولا لأ. لا الهلا سبحانك. هي ما شاء الله على فكرة برضو لاحظت حاجة في استطارة هنا ان ليها اكتر من متيريال. فاعتقد ان احنا ممكن نحتاج المتيريالات دي في الرندر بتاعنا. واعتقد ان ده يبقى مناسبة قوي معطاء الصالون صح? اللي هو اللون ده كده. اعتقد ده يبقى مناسب. ماشي. وهنا برضو مش منسق من كابتون اللي عايزين ممكن نفتح استطارة شوية. لا ده هو كده الجزء الجزء اللي جوا ده كله كده شفاف اهو. تمام? خلاص والجزء اللي ببرا ده مصمت. فاظن هنا ممكن مزل اشعة الشمس كويس جدا كان استطارة مفتوحة بالزبط. انه عندناش فيها مشكلة خالص. واللون ده اعتقد هيمشي مع آآ الصالون اللي احنا عاملينه. صح? اعتقد ان اللون ده ممكن يكون مناسب جدا. والمتيريال بتاعته موجودة اهي. خلاص اللي هو اللون بتاعنا ده. طب جميل جدا الحمد لله. فالستطارة ما شاء الله يعني مناسبة معنا. نشوف بس تظهر عندنا كده في الرندر ونتأكد ان في بقية الاجزاء اهو بقية الشبيكة وبالكونات عندنا. فكرت في الالوان يا جماعة انا ما لسه محش فكر الواني. حد فكر في الالوان? كده كده مزبوطة. كده زبطت. بس هنا ما طلع عنهاش من الافر رايد ماتيريال فاثنك ان احنا طيب ستوب. تمام طلعها كده تاني. ماشي نسقطها على الارض زي ما احنا عملنا قبل كده لو انت فاكرين. ان انا اقول له بقية الستطارة دي كده. اعمل له على الفلور الارضية. اعمل له كده على الارض هنا كده. تمام? خلاص? اوكي. ولازم اقول له هنا من الريندر اطلعها من اه الوفر رايد ماتيريال لان هشلنا القديمة فلازم اطلع لها لايه الجزء ده كده اقول له كده بقى شاك بقى بكل دول خلاص بقى كده ايه? ارجعوا مكانكم انا عايز بتاعتنا الكورتين فيه. واقول له اوكي وهنا اوكي. تمام? هنا رجع تاني نشوف بتاعنا هيبقى عامل ازاي يا باش مانسين. جد. ماشي. تعالى بقى كده اليوم كده بسم الله الرحمن الرحيم كده تاني. نزوم كده عليها. ماشي. حلوة. ديوم كده شو عشان نبقى شايفين. دينا بقى اللون كده عشان نريد ان نطمئ اننا دينا تمام. بسم الله. بس كده زي الفل. شفتوا كده الاضاءة بانت بقى ملزانك. مش منسا امانك بتساعد لما دول اضاءة. تمام? اعتقد كده الدنيا واضحت تماما والبلوك كده بقى بتاعنا مزبوط واضاءة الشمس او النهار دخلت من الشباك زي ما نشايفين كده بش منسين. اه اه حد يلاقي سؤالة واستفسارة عن اي حاجة كده بش منسين. بش منسين العزاء. حد عنده اي مشكلة في اللي احنا قلناها حتى الان. حد عنده اي مشكلة? طبعا السطارة نازلة باللون البني. انا ممكن اغير الماتيريال بتاعتها. اه وهنعرف ازاي الماتيريال بيتغير اه عندنا. فهنغير الماتيريال باللون اللي هو ايه اللي هو الفوشية ده. او اللون اللي احنا شفناه كده مقاربة على لون الروكنا عندنا. اه سوري استالون عفوا. فوالروكنا برضه هنخلي كل ممكن نخلي نفس السطارة بس كل جوز ايه بلون حسب ايه الفرش اللي فيه. تمام? فاعتقد كده ان الحمد للسطارة مزبوطة. الاضاءة الكويسة من برا. عايب شوزين حد بيسأل في سؤال. طيب. اه يبقى كده واضح اه هو ان الجزء اللي هو الشفاف الداخلي او الجزء من سطارة اللي هو في اه او شفافية والجزء السولد تمام? فواضح ان الاتنين اه تمام والاضاءة بتاعت الشمس. كويسة جدا. تمام? اوكي? فاعتقد كده ان الدنيا اه زبطت معانا اه بشكل كويس الحمد لله. اه في ملاحظة بس يمكن صغيرة جزئية السطارة تقريبا داخلة في الجيبسون بورد هنا تقريبا كده بس مثلني خلاص نشوف. اعتقد هنا في اهو في هنا جزء متداخل. محتاج يصغر سنة بسيطة قوي. يعني انه كده كده صغير بسيط. تمام? اه لكن الشكل العام او المضموني العام للاضاءة اعتقد ان هو اه كويس. طيب احنا كده نعضل انا عدل التالة ستاير او الستارتين التانين. مش روطة انا عدلهم دلوقتي بس انه فكرة الاضاءة. اه دي ممكن نبقى نزبطها اه ما عنديهش مشكلة فيها. اه انا ممكن نبقى زبطهم انا عايزين نزبطها مش مشكلة عايزين تمام لهم انت اوكي. اه الاضاءة النهارية زي ما انتو شايف كده استطارة. اه مبينة الاضاءة من برة. طبعا البلانة اللي احنا حطناها. موضحة الاضاءة زي ما شايفت على روجات الاضاءة وانعكاسها على استطارة. عاملة ازاي? فاعتقد ان الدنيا اه الى حد ما. اه جيدة. مقبولة يعني كويسة. ممكن نزود الاضاءة بتاع دي شوية كاضاءة شمس ممكن نزود الاضاءة دي وارا السطارة الجزء اللي وارا السطارة نزوده شوية خليز يا مكان. تمام? والجزء بتاع البلكونة وبرضو البلكونة هي برضو هنزودهم كلهم تاني. يعني انا هنزود الاضاءة تاني. عشان اه نعود جزئية سطارة وحجبة الاضاءة بتاعتنا دي. تمام? يعني كده احنا تقريبا خلصنا جزئية الايه الاضاءة بستاير. فقدر بس فقدر احنا نزبط الايه الجزء اللي فوق ده كده. الله يبارك لك مشوهر محمد. الحمد لله. ده مجهودكم يعني احنا ما ملناش حاجة. احنا بنشتغل تبقى لتوجهاتكم. الله يزيك مشونس مهم. لأ魂 جد ما هو ول. الفكرة. مش المضوع كله فكرة اااا المهنس ااا ابو بكر. مش حاجة رح انت وقلت لأفكارкую ايه. تمام. كده اعتقد استيطارة مظبوطة. تمام? واللون طبعا لون بني ده مش هنخليه بني طبعا احنا زي ما انتفقدنا كده في عندنا الخيمات ايه? اللي هو اللون. هنخلي بقى غير الماتيريا باللون ده. اللي هي هتبقى السيطارة معنا بالشكل ده. اللي هو ده كده. خلاص مش هناخد اللون البوني ده هناخد اللون اللي هو الايه? اللي ماشي عندنا بالشكل ده. اعتقد ده هيبقى مناسب قوي مع هيبقى مناسب مع الصالون بتاعنا. ماشي? طيب. دي هنعرف بقى الماتيريا اللي نجي نزبط الموضوع ده ازاي? لكن مبدئيا اعتقد ان الدنيا الحمد لله تمام? زي الفل ومعندي لاش مشكلة والاضاءة بدا تزبط ما بقاش في الفعب بيضاء الاوي دي بص فالابيض الكبير اوي ده عنده. السيطارة برضو قفلت شوية. خلاص? فهتلاقي الاضاءة بعد كده التوازن معك ايه وهتزبط الدنيا معنا. طيب. يبقى كده عندي بقى ما احنا قولنا السيطارة مشكلة طبعا اول حاجة دخلة في الجيبسون بورد. تمام? يبقى انا محتاج الايه? اهو بص باين من هنا فوق اهي تعني دخلة في الجيبسون شوية. فانا ممكن اخد الزد كده وبتدي ايه اه ارعب في بتاعها سنة. بالعارض كده حاجة بسيطة قوي. يعني كمان سنة كمان. اعتقد كده اه ما فيهاش مشاكل خالص بالزبط. يعني جاي ايه? على الحدود بالزبط. ماشي. خلاص فكده الدنيا عندي اعتقد ده بقت مزبوطة. اه بامر الله. ماشي. النقطة التانية طبعا ممكن نطلعها البرة شوية ولا اعتقد كده كويس. اعتقد كده كويس. ما فيهاش مشكلة في الموابض ولا حاجة. ممكن تطلع لسنة بسيطة قوي. كده. حاجة صغيرة قوي قوي يعني. تمام? اه البي راي هنا اللايت. ممكن نثبطه بقى. نخلي الشدة دي نجحة تاني متين. او متين وخمسين حتى متين. كويس. مش هنعلي قوي. خلاص يبداها يبقى متين تاني. هنا نفس الموضوع برضو متين. ماشي. كله زبط كده معنا. طيب ان نفس الستارة دي طبعا تقريبا تقريبا هي نفس الحجم اللي هناك. فانا ممكن امسحبها كده على طول. اه اخدها كده. ماشي. اه كده وابتدي حركة. في حاجة معمولة عندي جروب اوبين ايه جروب اوبين ده? اعتقد الاضاءة. اعتقد الاضاءة بين. دي معمولة كانت معمولة جروب وعملها كده انا نماله ماشي. ناخد استارة دي بقى كده انا اعمل لها. ونرجعها مكان التانية. تمام? كده? ونسقطها هنا. على الشباك التاني. عشان بقفلنا الجزئية بتاعتنا دي كلها. كده اهو. ببقى ده استطارة بتاعتنا الجديدة. مكان التانية اللي هي بتاعت الايه? اه الكورونا دي. وناخد بقى ده الايه قديمة. صح? اهي. وناخد بقى دي نزبطها كده. اه اعتقد محتاجة مننا بس صغير قوي. عيبان معانا. عشان ده وده. فحنا ممكن ناخد كده بسيط. اه بسم الله. عشان بس بدني ايه تمام? عايز انا تكبر حاجة بسيطة قوي. بدنا نحركها شمال شوية. مش قوي كده يا اخي? بسم الله. تمام كده. بدنا نحركها شمال شوية عشان بس ايه ما بقىش فيه تدخل زي ما انتوا شايفين كده هنا في الجزء ده. كده نجيبها كده اوكي. اعتقد كده الحمد لله. اه مزبوطة. مفيش فيها مشاكل خالص. اه محتاجين فقط برضو نعمل ايه? ممكن نسكلها بالعرض شوية. يعني اللي ما هكده سينا صغيرة قوي. تمام? يعني حاجة بسيطة قوي كده عشان باش برضو في تدخل مع هنا المقبض باين. طيب احنا ممكن ايه? ممكن نرجع الشباك اللي ورا شوية فاكرين كنا بنعمل مدهب بس هو راجع عصر الورا يعني ورا الشباك بصراح راجع الورا مش مستحمل. احنا ممكن ايه ناخد الشباك ده اه نعمل له ايه بعدين نحرك الشباك ده نعمل له ازاي? ممكن نسكل الشباك شوية. نصغره كده شوية. ما نقول له مع الشباك كده ايه? يعني انت تعال نفسك انت سنة. خلاص? والسطارة دي ممكن برضو نسكلها كده شوية. حاجة بسيطة قوي. حيث ان المقبض ما يبانش يعني. وانطلعها برضو تسنة كده بسيطة. ماشي? اوكي. كده الدنيا ايه? يعني الحمد لله هنا مفيش تدخل في جيبسن بورد ولا حاجة والدنيا عندنا ايه? باذن الله اعتقد اه مزبوطة برضو هنا مش تدخل. طيب. السطارة دي. اللي هنا دي. كمان. خلاص. اه دلتها وناخد سطارة تانية. اعتقد برضو ممكن ناخد دي كده زي ما هي. نطلع بها كده. تمام. اوكي. طبعا هنا ايه? هنعمل احنا بادينا. يعني طبعا الزاوية هنا اه مختلفة شوية. بعد ان ناخدها نسقطها على البلك هنا كده. ونظبط احنا طبعا لدي مسافة كبيرة. فهنعمل احنا روتيت بادينا. نحزيها على الشباك. ايوة كده تقريبا اهو. تمام? وناخدها بقى محركة كده. بعد البلك هنا. ولازم نسكل فيها شوية. طب بدي نسكلها ازاي بقى ان شاء الله يعني. دي او بقى نكبرها كده. بطريقة نتبقى نلف فيها. نكبرها كده ونجع نلف فيها تاني روتيت. لحد ما نظبطها. ماشي. ما عنديش مشكلة. مش هتريد يعني الدنيا مش هتوقف على دي. خلاص كده اوكي. اه والحركة وكده شوية. من وسطانها وكده. اعتقد يا فتاكة تكبر شوية. مش تكونيش لحد هنا تقريبا. تقريبا اه. ممكن نسكلها كمان شوية. كمان. اه حتة كمان. بس. لا ارجع سنة. ماشي اوكي. ونعملها روتيت كده. اعتقد كده الدنيا. اه بقيت مزبوطة واخدنا الجانب كله بشكل كويس. والسطارة اعتقد بقيت كده. اه تمام يعني. تمام كده مش مانسين. اوكي. اعتقد كده الدنيا بقيت الحمد لله. اه ما عندناش فيها مشكلة. اوكي. طيب معبض البلكونة برضو عامل معنا مشكلة. ممكن ايه نصغر البلكونة او نسحبها لورا شوية. او ممكن نسكل الجزء ده. بتاع السطارة شوية. بس اعتقد ان انا لو طلعت برة كده ما عنديش مشكلة فيه. مش هيبقى عندي مشكلة فيه تقريبا الله اعلم يعني. اعتقد كده. لأ عندي مشكلة هنا في الجزء ده. محتاج ان انا نعمل له روتيت كده سنة. يعني حاجة بسيطة قوي. اعتقد كده مزبوط بازن لي. تمام? والجزء ماشي. مش بعين قوي. خلاص كده مش مانسين. كده احنا عديلنا لايه موضوع الستير. الحمد لله. نسيت بقى احنا عملنا ده. عشان ما حصلش فيه مشكلة معانا في الشغل بتاعه. كده بيعمل. عايزين نراندر بقى نشوف الاضاءة تاني. نشوف انعكاس الاضاءة من غير استير. طبعا هيخد من هنا وقت شوية عشان آآ ممكن نخفي الماتيريال تاني بقى ونسيب الجزء في النص ده اللي هو الشفاف. تمام? نشوف الكورتن دي كده لو جزء التول اللي في النص ده نتجنبه بس. تمام? بحيس ان احنا ايه نقدر نزبط الموضوع ده. طب نفتحنا كده ليه الكورتن دي. آآ اللي هي الفي. آآ عندي جزء التول ده ممكن ايه اخفيه او ممكن ازبطه. ماشي. خلاص جميل اول. طيب تعال بقى على جزء ايه الريندر باردو نيجي هنا على ونحاول من آآ هنا نتجنب فقط الجزء بتاع التول. هي ناس لكلها حتة واحدة صح? اه للأسف هي كلها حتة واحدة. مش هقدر ان انا ايه اتجنبها. ماشي اوكي. ما بده ماشي للأسف خير كده. تمام? طيب. عايز بقى رندر واشوف الاضاءة بتاعتها تبقى عاملة ازاي? وربنا بقى المستعان على اللي احنا نبقى فيه دوح. عشان طبعا ناخد من الوقت يمكن شوية. طب ممكن غير الشرط بتاعنا كده ناخد شرط تاني ياخد مسلا جزئية الركنة ولا حاجة. يعني هتبقى سطارة كده شوية في جزء هنا وجزء هنا ونشوف جزئية الليه الرندر بتاعتنا ونقول كده آآ نشيل بقى كده الفريم ده ونقول كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نرندر ونشوف الاضاءة بتاعتنا والفينيش. تمام? هتاخدنا ممكن خمزايا ولا عشر دعاي بس مش بوش كده. وبرضو هرجع تاني ووفكركم للمرة اللي كامل. خمسة تقريبا موضوع الخامات لو سمحتوا. اركزوا لنا في الخامات هنعمل فيها ايه? آآ افكاركو فيها عشان نبتدي نشوف هنشتغل فيها ازاي. اول سوري يعني الالوان ايه بالزبط? والارضيات بيختار. يعني الارض اختار عازين تعملو باركي عازين تعملو. مش موندسة ايمان بتقول لي ممكن نعمل في البانوهات ورق حاقت والدهان يكون فانيليا التي الارض باركي. طيب بصي مش موندسة ايمان بالنسبة للبانوهات ورق حاقت مش هيبقى ظريف لان احنا بنعمل لايت كلاسيك مش بنعمل كلاسيك صريح. يعني ورق الحاقت بيبقى آآ غالبا بيبقى في الكلاسيك الصريح. تمام مش موندسة? يعني دايما دايما انا برضو بتناقش معكم. الجزء اللي فيه ورق حاقت. اوكي? ده بيبقى في الكلاسيك الصريح. انا ده مش كلاسيك صريح. اوكي? ده مش كلاسيك صريح. تمام? فغالبا هستخدم هنا كالر. ممكن ممكن. اطعم آآ بي حاجة آآ زي ستيل او حاجة او آآ مربل على فيه اشكال مدر. عشان سائمان? بتسألها بتقول على ورق الحاقت يعني كاشكال منه مدر? ماشي بس انا ورق الحاقت اللي في النص ده هيبقى يعني ممكن عندي ورق حاقتها بكتير لان عندي بنوهات كتير. فورق الحاقت عندي هيبقى مغطي كتير قوي. تمام? في انتيني غندسة. يعني ورق الحاقت هسا نشاء كلها ورق حاقت. اوكي? تمام? فده هتبقى صعبة شوي. فغالبا انا بميل لحاجة ان انا ممكن استخدم لون لون سادة كله اكمالي او لونين. ماشي? آآ لان هو ده بيبقى او الكلاسيك خد بالك الكلاسيك كله عمتا بيبقى معتمد على لون واحد. يعني الكلاسيك عمتا معتمد على لون واحد. ماشي هاريكو نمازج كلاسيك كده الالوان عشان نعرف الدنيا ماشى ازاي. آآ فغالبا في الشغل ده بيعتمد على لون او لونين بكتير. يعني ممكن نعمل حيطة لون والحيطان لون والبنو لون. تمام? بيبقى كده عملت ماكس بين اللونين. ماشي? او بقى كل لون واحد خلاص والفرش بيبقى التنوع في الالوان في الفرش. يعني الفرش هو بيبقى كسر الالوان بتاعته او في التنوع في الالوان بيبقى في الفرش بتاعنا. وإحنا الحمد لله اخدين تنوع اعتقد كويس. ممكن يخدم معنا اللون يعني. طيب هنا تقريبا بدأ كده الريندر هو الحمد لله يظهر والستاير. تمام? واعتقد كده الاضاءة بتاعتنا في المكان بدأت تظهر بشكل كويس. اوكي? فاعتقد كده الحمد لله النتيجة مرضية الى حد ما. فاضل بس الموضوع الستاير بقى نغير الوانها يعني الستاير مش هنسيبها كده. لان احنا ما عندناش الوان البنيات دي. اه اللي ممكن مسلا استطارة في الوش ممكن تمشي مع روكنا لو روكنا فيها بني. اعتقد فيها خشف فممكن يبقى روكنا في الوش. هي بقى معها استطارة البني دي زي ما هي. اللي على البلكونة ممكن نغيرها واللي طبعا نعصرونها تتغير. بس هنا طبعا تحاسي في توازن في اللون شوية. مبقاش اصفر اوي زي الاول. لا بقى اصفر على ابيض يعني فيه فيه ميكس كده او فيه درجة اه تنسيق لوني اه هادية. فهتحس ان الدنيا بنسبالك بقت اه 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 او الدنيا بقت اوضح بشكل اه افضل يعني. اه احسي بلوك الزرعة ده شكله غريب اهو. بس ما نشوف بقى نشوف دي نيتو مشيق ازاي. طيب اه بشمانس محمد و بكر كان بيقول انه ممكن نعمل برايت جري. تمام ماشي. وهي ماربل لور. لا الماربل او الجرانيت بيبقى برضو كلاسيك صريح. بشمانس وبكر يعني الارضيات الرخام او الجرانيت دي كلاسيك صريح. تمام? فاحنا بنحاول نعادل الموضوع ده لو انت عايز حاجة مشابهة الماربل بنحط بورسلاني. تمام? او اه بالزبط كده بشمانس بك بورسلاني. او في دلوقتي اللي هو السراميك القطعي ليزر. بيبقى اه بيعادل البورسلان في في الشكل. تمام? لكن طبعا الاقل في الاسعار شوية من البورسلاني. يعني انت ممكن بعض الناس انا بكلمكم الكلام ده عشان ما ديجي تشطى بقى تنفز الشغل ده. ده بتحط الشغل تاك ازاي? فالنهارده في سراميك نازل قطع ليزر. تمام? قطع ليزر. فبيبقى مشابه جدا في الشكل من فوق. تمام? اه ابو شوانس محمد بيقولك عليه. تمام? اه بيبقى مشابه للبورسلان. خلاص? فبيبقى ارخص طبعا. الارخص بالبورسلان بكتير يعني. تمام? ففي ناس بتلجأ انها تحطه في الريسيبشن. ما دي اخد بالكم البورسلان ليه مشاكله بعد كده في التركيب ان هو بيفك مع الوقت وكلام ده كده. نام السراميك ما فيش بتلزقه بالاسمنت خلاص. اه مئة وخمسين جنيه مترو فيه ارخص. لا فيه ارخص فيه ارخص اه طبعا. يعني فيه ارخص بكتير يعني هنا فيه حاجات في مصر هنا فيه اسواق وفيه اماكن فيه ارخص من كده بكتير ارخص مئة وخمسين جنيه. اه اه المترو في حاجة سبعين مسنتين يعني اه. حسب بقى ايه اه بتنزل بقى ساعاتك تدور بقى ايد اه على حاجات دي كلها. ماشي يا مشرنصة بكر خلاص اوكي ماشي هماشي عليه فيه الحاضر. انت بتشغل في التشريب ولا هي مشرنصة بكر? خلاص يا عم. نتقابل في يوم كده عندنا عندنا شغل في مدينة نصر ولو كده في يوم نتكلم ونتقابل مع بعض. تمام? اما جيبك تشببص عن دينة دي اللي ماشي عامنا ازاي? بس هو البرسلين معروف عنه انه هو بقى التمدد والحرارة والكلام ده بقى المضوع الموت عجيب. اشرفني طبعا انشانون ساب بكر اشرفني. وانا عاير بعد سيب بقى فراغات من الجناب والكلام ده كده مش هعارف ايه ولاز انا فيه فيه طور اما انا بنحاول اتجنب ديها لكن للأسف حتى بعد يعني ممكن نقعد سنتين تلاتة كويس بس بعد جدا ما عارفش يبا يحسن في حاجة غلط يعني بقى يعني لازم في حاجة تحسنة يعني ها قلعت من مكانها في حاجة بتلاقي بتلقف رجلك وانت ماشي. ما عارفش ليه بقى. تمام? اه في المادة بتحطها باش منسا اه اه ما باش منسا اما هو يا بورسلين يا غالبا يا مادة يا ما بتخلش طبعا ما فيش اسمانت يعني. يعني بيبقى غالبا مادة يعني. بس المواد بقى نوعه واشكال وحسب الكسافة والصناعي اللي بيركب البورسلين. فدي برضو بتحاجة برضو بتأثر في الشغل بتاعة. طيب كده تقريبا يا جماعة تقريبا ظهر المشهد بتاعنا بشكل. اوضح. مع اه الاضاءات بتاعة الشباك خلاص الهالة الخارجية مع الاضاءة بتاعة الايه البالكون. اعتقد كده الدنيا اه اه اللي حد ما بقت ظبطة واللون بدأ يزبط معنا. خلاص بدأ مكان اصفر خالص بقى دوقتي ما يزهر عندنا ايه? الالوان الابيض مع الاصفر في توازن الوان كويس. تمام? حد لقى ايه ملاحظة اللي احنا بنقوله كده حتى الان يبيش مانسين? اه? حد لقى ايه ملاحظة. اه في اللي احنا بنقوله كده حتى الان? اه? اوكي? تمام. كده طبعا هو عشان واقف هنا عند مضاوط سطر ده عشان الاضاءة الخارجية. فطبعا ده هيخد وقت في معالكة الدوق والانكسار والاكاس والماتيريال والكلام ده كله. لكن احنا مش هنستنى اه يكمل اه المضو ده. تمام? اه خلاص فهنعم كده سطب خلاص احنا تابعا اديني واضحة عندنا. ماشي هبقى اعمل انا رندر وبعته لكم كده زي المرة اللي فاتت ان شاء الله. تمام? اه بشمندسة ايمان برضو كاب يسألني اه على الاسبوتات اعتقد ان انا لما عملت رندر هنا كده. اه على جزء الاسبوت الواحده. تمام? اه بسم الله. بصة بشمندسة ايمان الاسبوت هو شايفها? اهو. بشمندسة ايمان معايا. بشمندسة ايمان كنت تسأليني على ما دول اسبوت هو ظاهر اهو في السقفة بس طب عشان مفيش ماتيريال فبصي اهو. شايفك كده? انا عملت رندر على حتة صغيرة كده. ظهر الاسبوت هو مربع. اوكي? تمام? فده الاسبوت بتاعنا اه اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي? اهو باين اهو مربع كده اهو. اه. بس هو طبعا مع بعيد او مش بين مع الرمادي فمتغطي الدنيا بتاعته او مش بين اخبص اما هو موجود اهو. اهو كده عشان باكك كل شيء واضح. لان انا عملت رندر مخصوص عليه انا خفت بقى لكون مدفون في الحاجة وكده بس الدنيا تمام. طيب كده احنا تقريبا الحمد لله خلصنا كل الفرش. البلوكات بتاعتنا كلها. الدنيا مدهور الخشمات عموما بيميل للون الواحد. خلاص? الكلاسيج بيميل للون الواحد. يعني ايه بيميل للون الواحد? تمام? بسم الله. يعني تعمل مثلا اشف شغل كلاسيج كده ونتفرج ونشوف اه شغل الكلاسيج بيبقى عامل ازاي. كنا شوفنا كذا حاجة كده كلاسيج بسم الله. كلانو فين? آه بسم الله الرحمن الرحيم. قったقد في الانتيور كنا نبص عليه? اهو. يعني بص كده ده كلاسيج. ده كلاسيج صريح. تمام? ده كلاسيك صريح. تمام? شايفين عامل ازاي? معظمه لون واحد او كله لون واحد شايفين. تمام? يعني الحيطان والاسقف كمان يعني عارف انت بيبقى كل واخد واحد. تمام? ده بيميلت كلاسيك لكده. تنعب بقى في الالوان في الفرش? زي ما انت شايف كده. تمام الفرشي او اللعبة بيبقى في الفرش بتاع الايه? او الفرنشة بتاعك الاساس بتاعك. انما غالبا الكلاسيك بيبقى مايه للاون واحد. تم ما تيجي نشوف حاجة تانية. حاجة زي كده. ده بقى يعتبر تمام? هتلاقيه برضو بص مية للايه للون الواحد. شايفينه? خلاص? مية للون واحد. طب التعديل الالوان فين? او شغل الالوان فين? بيبقى فين? في الفاز مسلا في الزرع. في مسلا التقطوقة في السوفا. تمام? في المراية. خلاص? اوكي? فغالبا بيبقى الشغل ده مية للون الواحد. فهمنا كده بشمانسين? اوكي? عايز نشوفي حاجة تانية كده برضو نبص عليها كلاسيك. هتاخد هما دول اه مسالين واضحين قوي بالنسبة لما دول ايه الكلاسيك ده. تمام? في كلاسيك تاني او اللايت كلاسيك. حاجة زي كده برضو. ماشي لونين. شايفو? لون ابيض في اللي هو الولوع ايه اللي هو البلول بلول يعني درجة كده من الدرجات الازرق. خلاص? مع المذهب. تمام? يعني ابيض مع مذهب ندي ايه جزء مذهب كده في النص? خلاص? اللي يلبق ايه? البنوهات ظهرة معا. ماشي? واللعب برضو بيبقى في الالوان او الشكل او التعديل بيبقى في الالوان بتاعت الفرنيتشير بتاعته. ده شغل الكلاسيك واللايت كلاسيك. في شغل مسلا حاجة تانية زي كده. ان فيه الوان بقى انت بتختار الوان. خلاص ممكن تبقى كلها جوزء واحد. عشان بس بحاول اوصل للناس الفكرة كلها تبقى هم ناس زي. تعال مسلا نشوف حاجة تانية للحوائط اا على الديسكتوب كده انا كده لسه نهارده بتفرج كده شوات حاجات. او بجمع لقوا شوات حاجات يعني. بص مسلا حاجة زي كده. بصوا كده اهو. ده اعتبر شايفين اللون? اكتصى في كله طبعا عدلاتها الابيض وهنا لايه? الحوائط اخدى ايه? لون واحد. طعمها بايه? طعمها بالبيبان بلون مختلف. خاهمنا كده مش مهندسين? واضح الكلام ده على اللي في مشكلة. ها? واضح الكلام ده. فهنا مطعم لونين? انا انتخد اللون ده على فكرة حلوة جدا مش. عاجلني اللون ده بصون ده كده. شغلة زي بانوه كده مش مهندس اه مش نصة ايمان. اه جيبس اه. جيبس بس هو معمول كده بشكل زخروفي كده مش ايه. يعني اصلا ده ده اكتر مدرن من كلاسيك. يمتيني مش نصة ايمان. بس هو حاب يحط تاتش كده. ده جيبس عاملو كده ازاي شريت كده. جيبس. تمام? اه فاللون ده انا شايف انه ممكن يكون مناسب مع نا. مع الجيبس يبقى ابيض. يعني ممكن ادي الجيبس ابيض زي ده كده. زي السقف. تمام? الهيات بانوهات اللي عندنا. مع اللون ده اعتقد اللون ده اه مناسب اكتر للشغل عندنا. فيه الوان تانية مسلا يعني برضو فيه ده من الشغل اللي بقى لحنا نتكلم فيه كده حتى بص ده صورة تانية هي هتبقى باينة معاكم بشكل اوضحة هو بص المكان عامل ازاي. خلاص ده واخد ابيض وحتى يمكن مش ابيض اوي واخد الفاتح بتاع اللون ده. يعني واخد من نفس اللون بس اللون الفاتح. وماشي مع الوان كتير يعني هتلاقي مسلا مع الوان كتير ماشية منوعة معا بايش شغال معا شغال. تمام? معا شغال. في الدهب يناطق عليه جدا لو انتو اخدين بالكو الدهب اللي هو في ماشي اوكي. تمام? فاللون انا شايف انو كويس. في حاجات تانية بسا زي كده. تمام? اهو. بس ده طعم بيبقى اخد محتمد على اللون الارضية الغمقة. والشغل ده انا ورثوكم في المكتب عندي لو انتو فاكرين لما انا كتبها واريكم المكتب كان اواخد كل جزء ده واخد اللي هو المذهب ده. فاللون ده برضو لو عايز اديها كلها. لون غامق. ما ده بقى الشغل ما احنا مكاننا فيه. تمام? اللون ده اللي هو الايه اللي بيبنوا عليه مسلا ايه هو مش جري قوي ولا لا ولا ولا يعني هو لون كده كده لزيز كده من بس كاسر على مسلا اه ممكن نقول عليه ايه مسلا يعني هو كاسر على اللون كده يعني احاول اجيب لكم الدرجة بتاعته بالزبط يعني خلاص? اه اللون ده بيبقى كويس شغال معنا كويس ما فيش فيه مشكلة خلص. تمام? طيب. اه في برضو حاجة زي كده نفس اللون ده. خلاص مع البنوهات برضو دهبي. تمام? بس تطعيم الالوان دي بصراحة موضوع بيبقى مش ظريف شوية. اه الفحم بالزبط كده بش مهندس محمد ايه الفحم الله ينعره ليك صحيح. في برضو حاجات زي كده. ده شغل كلاسيك برضو. بص الالوان اللي هو الاحمر اللي هو القلب على فوشيا ده كده مع الدهبي برضو. بس ده ممكن كلاسيك صريح قوية. تمام? اوكي? طيب. اه في لون ده جميل جدا جدا. عجبني برضو النهاردة شوفت في شغل. خلاص اهو. بص كده اهي نغلب اللوهات بس كله ماشي على لون واحد. لون اللي هو برونزي ده. حسنا مذهب كده او مذهب. واخد كده لون بص اهو نفس الفكرة بتاعته. بيبقى كله ميل لللون واحد حتى الايه الكرانيش. سوري البيوت النور قاسف مع الكرانيش جبس بتاعتك واخده نفس اللون. والثقف اللي ابيض. تمام? يعني عندك اللون ده كويس جدا. انا شايف اللون ده حلو قوي. اه بالزبط مش منس ايمان. شايف اللون ده كويس قوي. تمام? بس ده لون صريح. يعني دايما بيبقى الكلاسيك او اللايت كلاسيك بيميل لللون الصريح. تمام? فده كويس. اللون ده اعتقد ده كويس. او اللون اللي احنا قلنا عني اللي هو ده. واعتقد هما الاثنين تقريبا مؤربين لبعض. يعني يعني انت بسط اللونين دول جميع بعض كده. هتحس ان الاثنين قريبين لبعض. يعني نفس الدرجة اللي احنا بيكان في بص الاثنين قريبين جدا. الا ما يكونوا هما واحد. اعتقد ان هما واحد. يعني بس لانك الفرق الاضاءة هنا مركزة على الحيطة شوية فاتح. تمام? انما هنا تحس ان هو ايه? عشان ما فيش اضاءة قوية اوي فتحس ان هو ايه غامي. يعني انا بسط للاضاءة هنا فاتحة هنا كده. شايفة تحت? جنب الابجور هناك كده الفاتح تحت. ايه نفس الايه? تقريبا. بالزبط او. هي تقريبا نفس الدرجة اللون او نفس الايه الماتيريال بتاعي. فده اللي انا عزو اصول لك. انا لايج جريب نختار لون. تمام? والليه ببعد كده على الالوان في الفرنيشة. تمام? خلاص? اخترت الالوان فاتحة اوال غامقة ده متوقف حسب اللون بتاعك. يعني هنا الفرنيشة بتاعته غامق. فنختار لون فاتح. الفرنيشة اللي هنا برضو ايه لحد ما مش هنقول غامق قوي فاختار لون فاتح. تمام? نفس الموضوع اوالي هم بنتكلم فيه. بالزبط. ايوة فانيه اللي هلتعيد بالزبط كده. الله ينور عليك يا مش هونسا وبكر ومش هونسا. قالت ايه كده الليه النقطة دي في الاول برضو فهاجر. فالفكرة كلها انا بتكلم انه دي اللون صريح. زي ما تشايفين كده اهو. بيبقى اللون ده كده او ماشي هتلاقي ايه هترى اردت كده هتلاقي در ايه يعني تقريبا نفس الالوان اللي هو ده هو ده بس طبعا عشان هنا في الغمق في الحتة الغمقى فايه بقين. انما مش ايه مش هتك. خلاص? فده الجزء بتاعنا. طبعا فقدامنا مسلا فكرتين ده الوان للحوائط زي ما احنا بقول كده ممكن نشتغل عليهم بالجزئية دي. ده كافكار طبعا كنت مجهزها عندنا يعني. خلاص? فهمنا كده بشوانسين? حد دي سؤال في لنا بقوله ده? ها? طيب اتفقنا على الهلون من دول يمين او لشمال? هم? هنتفق على الهلونية بشوانسين. ومتقريبا الاتنين واحد يعني. يمين ماشي. تمام مايكل بقول لك يمين محمد بقول لك اليمين ماشي. جميل جدا. حلوة. ماشي خلاص تمام. آآ ماشي بشوانسين بباكر خلاص اوكي آآ قال لك اللي يولي مين. ماشي. اوكي. تمام. خلاص يبقى ما بدي هنا انتفقنا على الهلون حوائط بالنسبة للجزء ايه دي? طيب. الارضياط. نرجع بقى الموضوع الارضياط. الارضياط هنا. خلاص كده عشان انا بحدد معك عشان بقى ايه محددين ان شاء الله شغلنا هنبقى اشغالين ازاي? الارضياط طبعا لو انت اخدت بالك الجزء بتاع الكلاسيك الصريح بياخد حاجتين اتنين. تمام? يما باركي زي ما انت شايف كده. تمام? بس البركي اللي هو بيسموه لهو الاروة المصمار مش البركي بتاعنا العريض. البركي اللي هو الصغير. تمام? البركي اللي هو الصغير زي ما انت شايفه كده. ده الشغل بتاع الايه? الارضياط. تمام? خلاص? آآ او بياخد ج Frankie او مواربيل يعني او رخم. ماشي? بياخد جرانيت او رخم. ماشي? خلاص? ففي باركي. ليه اللي هو البركي العريض. يعني في باركي مواردل لو انا فتحنا كده باركي مواردل اللي هو البركي العريض. تمام? اعتقد في حاجة هنا باركي بسم الله. نتكبير بس الفيو كده شوية. آآ بسم الله الرحمن الرحيم. باركي باركي باركي. اهو. ده باركي منو المواردل. خلاص. يهو البركيه العريض. اهو شايفين كده لبركيه ده? اهو. ده البركيه بتاع ال مديرن. انما البركيه بتاع الكلاسيك اللي هو الصغير ده. ده البركيه بتاع الكلاسيك الصغير. اوكي يا00 او ده. تمام? فانت لو عايز تعامل مقس ما بين اتنين. الكلاسيك. ف мехنا نعملين بنواها. تاخدين جزء من الكلاسيك فممكن ناخد جزء من برة كدة. البركيه اللي هنعمل محمد كنا. ازاي بشتراك محمد كده بتقول هناخد البركيه هو القريب بتاع ايه المدر. اوكي? طيب. افرد بقية بشمعانس انا برضو هتلاقيه هنا تقريبا بركيه برضو. اهو ده برضو بركيه اهو. ماشي? خلاص? طيب. افرد بشمعانس مسلا ما عارزين حاجة مسلا بشمعانس اكتب بتتكلم بتقولك انا عايز حاجة مسلا زي الماربل او الجرانيت. طبعا ما ينفعش لنا كده صريح بيبقى اه كلاسك صريح. يبقى ممكن اختار مسلا بورسلين. تمام? بالشكل اللي انتو شايفينه ده كده بورسلين اهو مقارب جدا للماربل هو بورسلين. خلاص? هو مقارب لرخام. خلاص? اوكي? لكن هو بالنسبة لي بورسلين. قايمنا كده بشمعانسين. فشوفوا انتو عايزين ايه بقى? عايزين نعمل حاجة بورسلين زي كده? ولا نعمل بركيه زي التاني. براحكم نختار انهي فيه. اها? تفضله ايه? نحط بورسلين ولا نحط اااااااااااااااااااااااااااااااااا اباركيه. ايه ايا رايكة? مش مانسين? مش مساش عماء بتقول بورسلين ماشي بورسلين باربل اوكي. مش مانس ليله بتقول لي اوكيه. ماشي بورسلين. تمام? جميل Джدا. بينكم بينكم انا انا مقتنق بالبورسلين. واعاجبني? اهm مش مانسي محمد بيقول لي. فيه احد بيقول باركيه وفي عشرة بورسلين. تمام? بشوانس محمد صالح بيقول لي باركيه. بورسلين بشوان سنة ده. طب واضح ان اتجاه البرسلين وانا بصراحة ما يالي البرسلين بصراحة يعني. اوكي? طيب. ايبه ده بالنسبة لليه? للنقطة بتاعتنا اللي هي بتاعة الارضيات. خلاص الارضيات ان شاء الله نحط البرسلين بتاعنا. وهنزبط اه الحوائط زي باللون باللونين اللي احنا قلناهم اي لون من دول. طيب. فاضل عندي اه جزء تاني عايز اه اعمله. ماشي? او فاضل في عندي جزء ايه تاني غير بورسلين والحوائط. كان ايه تاني يا الله ما صلى الله سيدنا محمد كنت هزا اتكلمكم بحاجة تانية. اه. 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 وانا باشتشغال هنا لو انتم مش عارفتوا خدتوا بالكو ولا ماخدتوش بالكو. لو جبت الرندر كده بتاعي. الفريم رندر بتاعي كده. وجبت اي رندر من عندي هنا. اي رندر لايه جزء من دول. اه. هتلاحظوا حاجة مع رشة تلاحظتها لو ما لاحظتهاش. جيب اي فيو كده. ان انا هنا لما عملت بانوهات انا سبت العمود ده. فاضي. تمام? ده. والعمود ده. صح? يعني انا لحطت لبانو ولا حطت ابليك ولا عملت اي حاجة خالص. صح او لا? تمام? قد لحظ الكلام ده ولا ما لاحظتهش? ان انا لما قسمت بس انا قسمت فقط الحيطان. انا سبت ده. تمام? وسبت ده. خلاص انا سبت ده. ماشي? ابن شاء انا طال لكم ان تهاسأل. يعني انا كانتش غده ياسأل. ماشي? اوكي. خلاص. انا سيطت ده. وسبت ده. وسبت العمود ال kepada اللي هو في الناحية التانية. كان في دماغي ان انا عمله تجليد. تجليد زي ايه? يعني مثلا زي سي سي شفلين ان عمود ده كده بمسلا. ممكن احط مثلا اللي هو الرخام الصناعي. حاجة زي كده. تمام? تجليد رخام صناعي. ماشي? الراس اهو. اصلا مش هينفع اننا احط في حاجة. يعني ما يفعلش بس احط فيه خشب زي كده. مش هينفع. تمام? مش هينفع عمل خشب زي كده. لان طبعا انا خلاص حطيت بانوهات فمش هينفع. فانا عايز احط رخام الصناعي. عارفينه? انا بكنا نكلمت واندور رخام الصناعي دابل كده ولا لأ? فاكريني ما وردوكم على على الا اعتقد على الانترنت تقريبا وردوكم رخام الصناعي. تمام? ان انا عايز اجلد الحيطان حاجة زي كده. باللون مسلا مختلف شوية اكسر بالمادة. زي مسلا بتاع الترابيزة ده كده شايفينه? تمام? فازا كان بالضبط المدخل بتاع المادة مش هونسا باكل صحيح كده. فانا فكرتي اللي عمود ان انا يقيم ادي له لون او نقشة اه مختلفة يقيم اعمل له اللي هو رخام الصناعي او التجليد على الحيطة. وممكن نطعمه بستيل كمان. يعني ممكن نعمل الرخام. لغمنا ممكن مسلا حاجة زي كده اعتقد ان الدرجة دي لو انت حطتها جميلة جدا. تمام? او حتى يتجلد خشب. يعني ممكن يتجلد خشب. خشب صريح زي ده كده اخد مسلا لون غامق او فاتح. فالعمود كله ياخد لون او ياخد ماتيريال منفاصلة. ده اللي كنت مفكر فيه بصراحة عشان كده سبت الايه? الاعمدة دي ان انا عايزة دي حاجة اكسر بيها المود. خلاص مش بقى كلها بنوهات كده. لأ البنوه ماشي لون بس ده ممكن ايه? اجلد العمود ده خشب او رخام صناعي. هي انه ياخد ماربل وايه جزء ده نفس الموضوع. فيزبط معي ويديني برضو شكل في المكان بتاعي. فهمنا كده يا جماعة اللي حد عنده المشكلة اللي اقولتو. واضح الكلام ده. مش منسانة عزيق. مش منسانة عزيق. واضح الورح الكلام اللي انا قدتو ده. اه? مش منسانة عزيق تمام? اوكي? ماشي. اوكي. شماس محمد بقول لي اظن اه. تمام. ماشي. اوكي. طيب. اه احنا كده ان شاء الله اه متفقين مبدئيا ان احنا عندنا اه الحطار خلاص اتفقنا على اللون. والارضيات هنعملها ان شاء الله بورسلين. تمام? فقط بس تحدد بس اللون بتاع بورسلين هيبقى ايه? وغالبا ممكن يبقى نفس اللون الابيض اللي احنا كنا بنشوفه من شوية ده. اعتقد ان اللون ابيض ده اه كويس. تمام? لو الحيطان هتاخد نفس اللون اللي هو اللي هو ده تعريبا ان هو اللي هو اللي احنا اتفقنا على اللي هو اللي هو لاتيه. خلاص? لو خدنا نفس اللون ده يبقى الابيض ده اعتقد يبقى كويس. ممكن نشوف درجة الماربل ده. خلاص? اوكي? اه فممكن نزبط الارضيات بتاعتنا. اه خلاص. تاخد نفس اللون والحوائط وجزء بتاع الحيطان بتاعك. طبعا يبقى ايه? بنفس اللون بتاعه اللي هو ابيض لندعم الاسقف ابيض عشان يتجيني اه درجات اه 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 افضل يعني. تمام? هنا زي ما انت شايف برضو الاضاءة اهي? على الشباك زي ما انت شايف كده. وعكس على الارض. تمام? والجزء اللي فوق هو اللي اخد ايه? ورم والسبوتات كلها مطفية زي ما انت شايف كان فيش عندي اسبوتات زي ما انا بننور يعني. خلاص? تمام? كده مش همانسين. اه حد ليه اي سؤال في اللي احنا اقول لنا النهاردة? حد ليه اي سؤال? او حد فهم اي حاجة من اللي احنا قلناه النهاردة? تمام? اه هنا برضو في لون جميل او بص ده الجري بقى لواء دارك جري يعني. بص يخد دور الجري مع شغل ديكور في الحيطة هو. واخد لواء دارك جري والبنو ابيض في النص. والفرش ابيض يعني برضو ده هي نمشي برضو مع النقطة. تمام. اه اعتقد ان احنا كده خلاص يعني احنا كده تقريبا الوقت بتاعنا ما قادش يا ساعة ان احنا نقول اي حاجة تانية. اه اتمنى اه ان شاء الله ان احنا اه نكون النهاردة. تقريبا خلاص احنا خلصنا كل البلوكات والحاجات دي كلها فضل بس ان احنا ان شاء الله نحط الماتيريال بتاعتنا. تمام. اه ما نتسجلة بش مواصل محمد. محاضرات مسجلة على موقع اه الفاركة. هتلاقيه موجود. هتبت بتبقى على الجروب على الوقات ساب هتلاقيه برضو المحاضرات الموجودة ان شاء الله. اه اللي كان لي سؤال في حد كان باعت لي فايل وكان لي سؤال. انا بس من ايه اللي مش عايز افوت النقطة دي. بش غنس اللي كان باعت لي او بش مهندسة مش مش محدد لما لسهر قدامي. انه هو ملف ده كده. ايه المشكلة طب اللي عنده? الاكسترود. ايه ايه بش غنس محمد بعلش قلت يا بسرعة كده بيها كده. اه محمد اه مهلي اه ليت يا بش محدد من الادارة بعد ازنوك يبعت اه جروب الواتساب يبعته هنا و جروب الفيسبوك بتاعي اتنين و جروب اليوتيوب كمان كويس قوي. حطوا الانكات بات تماما يمديني تماما. اه مش مهندس اه محمد او بكر بيس على ايه الاكسترود للجبس. الجبس خطين. ده الفايل بتاعك ده مش مهندس او بكر اللي انت بعته. اللي هو ماكس اه فايل والكلام ده كله. طيب ماشي اوكي. اصلا اسمي مش ظاهر عندي فانا مش عارف. تمام? طيب بص بش مانس بسرعة كده عشان بش مانس بس اني على موضوع اللي انا عايز اعمل لجبس. بص كده هعمل مسلا ركزوا معي كويس انا هم مسلا كده سريع. انا هرسم حاجة كده سريعة. تمام? اقول لك مسلا عندك اهو. ادي مسلا ايه السقف بتاعك. ماشي? ادي عادي جدا. ده. لما ارسموا كده خلاص او بلاش تنجل عشان بس الناس ما تقولش ان اهنا كده اهو لك مسلا لاين اهو. ارسم لاين كده اهو زي ما احنا كنا رسمين كده بالزبط يعني ايه شكل كده ايه? ارسم الشكل كده عشوائي في الجيبسون بورد واقفل كده مسلا اهو. يعني شكل اهو لك اوكي. الشكل ده تمام? لما اجي اشتغل عليه هنا في الموديفاي بش مانس محمد يليد تكون معي. اهو. وجه ازبط على الشكل ده فتلاقي عندك هنا في حاجة اسمها الاس بي لاين. تمام? اهو. الاس بي لاين ده باجي من هنا بتديله حاجة اسمها اوت لاين اللي هو السمك اللي احنا عملناه بش مانسة او بكر. فقالك مسلا السمك مسلا اللي يكون الاربعين سنتر. سواء للدخل او خارج ماينس او بلاس. تمام? خلاص? لما تدي السمك ده كده لاتنين بيبقوا لاتنين كانهم اتاتش مع بعض او كانهم جروب دي مع بعض. بس بلغة الايه الماكس مش بلغة الكاد. لما اخد اتنين دول بقى وروح كده اديله اكسترود. تمام? ماشي. هاخر بس من السري دي كده مفرجك عليها اهي. هم بوص كده الاتنين دول وكده برا. راح فين? اهو. بوص كده هتلاقي على طول ايه? اهو. شايفوا? راح عمل اكسترود اهو على طول يابش مهندس ابوكر. معلش عافوا. عرفش راح فين? اهو. ده كده. اهو. طبعا في حاجة اتغيرت في الفايل معلش عافوا كده. اهو. تمام كده مش مهندس ابوكر وضحت? وضح كده لنا بقوله. مش مهندس ابوكر معي. تمام? ليك ايه سؤال تاني? ليك ايه استفسار تاني? اهو احنا اخد بالك احنا لو اخدت بالك احنا رسمنا لاين. تمام? هو ايه اللي جي من الماكس? لا انت ممكن تنسمه لاين عادي او انت تاخد اللي انت جبته من الكاد اللي انت جبته من الكاد هجي لك لاين عادي باش مهندس. يعني بس انا لو جدت هنا كده على ده. ننقف الاسويب كده. قد الاس بي لاين بتاعي اهو. واختارت لان ما رش ومعلق ليه في حاجة مش مفهومة عندي. في حاجة عندي مش عارف ومعلق في ايه. طيب. نعمل كده كنترول زد اهو. بص يا مش همانس انت لو خط الخط اللي برا. تمام? يعني انا ايه كنترول زد تاني كده اهو. تمام? اهدي الخط اللي انت جالك من الكاد. تمام? وانت جاي من الكاد كده خش عليه. على الاس بي لاين وتدي اعمله. عمام? الجزئية بتاعت دي الاوتلاين خلاص? يبقى الموضوع انتهى بالنسبة لك. اللي هو جاي من الايه? من الكاد. كمتيني هندسة? فانا ما بجيبوش جروب الكاد. انا بجيب بس الاطار بتاعي من الكاد فقط هو اللي بشتغل عليه. اوكي? تمام يا هندسة. شوف كده لو في ايه حاجة اه عرفني وقل لي لو في ايه حاجة تابعنا على الجروب ان شاء الله. طيب اه شكرا لكم جميعا واتمنى تكون محاضرة النهاردة خفيفة. واستفدنا منها حاجة وان شاء الله ننتقى على خير بازن الرحمن. اه المحاضرة اللي جاية. تمام? احنا كده وقفين على الماتيريال والرندر النهائي بازن الله فاحنا ممكن ازا ربنا كرامنا ممكن نخلص المحاضرة الجاية الماكسي ان شاء الله. ناخد الرندر اه او ناخد الماتيريال ونخلص الرندر وبتجربة ان ننتقل ان شاء الله لجزئية الفوتوشوب المعماري. شكرا لكم جميعا واترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندسة. اعيد الوضع? اه حاجات الارضيات وحاجات الحوائط اه تسعى العلم من المؤنسين يا. اه اه انا سألت ما هو ما خلاص احنا اتفاقنا عليهم هندسة تمام. طيب لو كنت عاود اعرفت لك سؤال في الفورم ولا حاجة يعني. لا الله ببارك لكارب. اما خلاص تريبا اتفاقنا على الالوان وخلصنا النوطة دي على طول سريعا معنا فالحمد لله. تمام طيب هو كده فاضل فيه ثلاث محاضرات. معنا ان شاء الله المحاضرة جاية بازنك يا رب هنخلص الماتيريال والرندر ويبقى فاضلين لمحاضرتين الفوتوشوب ان شاء الله. تمام لو عاوز تنزول عادي ما مش كمش كم. هنشوف هاتبان معنا المحاضرة جاية. لو حصل تأخير المحاضرة جاية ودخلنا في محاضرة تاني. انا اتبقى مع بعض ان شاء الله. خلاص تمام. ماشي هندسة اسلامني هندسة. شكرا لما قد كلكم. الله يخلي كانت. شكرا لما هندسة شكرا فضل فضل لما هندسة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.